بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد منطوق يقدم لكم الكتاب الصوتي لأنك الله الجزء الثاني معراج النفوس المطمئنة للشيخ علي بن جابر الفيفي ويقرأه عليكم محمد ريان إهداء رأيت رؤيا ونفس سادسة من عملي فأخبرت بها والدي وما زلت حتى اللحظة أذكر ابتسامته واستبشاره بها وقد أولت لي بعد ذلك بسنوات أنه كتاب أؤلفه عن الله تعالى إلى والدي رحمه الله أهدي هذا الكتاب المقدمة اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد على حمدنا إياك ثم الصلاة والسلام على إمامنا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو الجزء الثاني من كتاب لأنك الله الذي صدر قبل ستة أعوام وقد حاولت أن يكون على نفس النظام والنسق حتى يتوافق الجزءان في الشكل والمضمون وأسأل الله أن ينيل الجزء الثاني ما نهل الجزء الأول من البركة والقبول وأن يجعل من بركات هذا الكتاب على كاتبه وقارئه ووالديهم رضاه الأبدي وتوفيقه السرمدي وها هو بين يديك الجزء الثاني من هذا الكتاب الذي أسأل الله أن يكون نافعا للقلوب وموقظا للهمم السائرة إلى الله وقد سلكت فيه ما سلكت في جزئه الأول فليس الكتاب علميا ينحو باتجاه التعاريف والتقاسيم والأقاويل ورد الأباطيل وإنما هو قلم أديب إن صح لي أن أكون أديبا وقلب متأمل إن صح أن أكون متأملا يحب الله كما يحبه جميع المسلمين وهو أهل لأن يحب وأن يعبد وأن يتقى سبحانه فأحببت أن أدون شيئا من حبي لربي في هذه الوريقات فإن كان فيها من خير فمنه وحده وإن كان فيها غير ذلك فأستغيث به أن يعذب قلبا أحبه وأطلبه العفو والمغفرة والمسامحة لساني لا يطيق لكم ثناء فهو منعقد وفي أعماق أوردتي مساجد ما لها عدد أسأل الله أن يجزي كل من أحب هذا الكتاب وقرأه ودعا لصاحبه ونشره وأقام حوله مشاريع القراءة والتثقيف ومسابقات للطلاب في المدارس والمراكز وأن يبارك في الجميع وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وكتب علي بن جابر الفيفي في الأول من صفر عام الف واربعمائة واربعة واربعين لأنك الله أنوار الرضا أبد النور درب وأيام ومفترق لما عرفتك صار الحب أشريعتي أمضي وحيدا وعباد الهوى غرق الرحمن الرحمن ما اسم الخلية المخصصة لهذه المشاعر أو ما الإنزيم المحفز لشعور الرحمة في قلب الأب أو ما طبيعة الأنسجة التي تكون مسؤولة عن مثل هذا الإحساس في جسم الأم أحمد الله كثيرا أن كان رحمانا رحيما كيف ستكون الحياة لو لم يكن ربنا رحيما بنا إن رحمته لتظهر في كل نفس نتنفسه وفي كل صورة نبصرها وفي كل همسة نسمعها بل أحمد الله كثيرا أن جعل من حق هذا الاسم أن يظهر ظهورا مكثفا في حياة المسلم فقد شرع لنا أن نسمي باسم الله الرحمن الرحيم في شؤوننا استجلابا للرحمة والبركة والتوفيق وفي بداية كل ركعة من صلاة يأتي اسم الرحمن واسم الرحيم ليكون خير افتتاح لخير عمل وقبل كل سورة قرآنية تأتي الرحمة لتكون مطلعا مباركا لها ثم تظهر في أكثر من مئة وستين آية قرآنية بل وتختص سورة ذات نسج فريد ونظم متميز باسم الرحمن فمع الرحمن والرحيم نحلق بأرواحنا ونعرج إلى سماوات الرحمة تقول قصة أصحاب الكهف إن فتية آمنوا بربهم وهربوا من قومهم الذين يشركون بالله هربوا من الحياة باتساعها ولجأوا إلى كهف ضيق كهف مظلم بارد موحش كيف ستكون الحياة في ذلك الكهف كيف تمر عليهم الليالي في ذلك المكان الممتلئ بالهوابط الكلسية التي راكمتها شتاءات السنين لا شك أنها ستكون حياة موحشة تمر اللياليها ببطء موحش بارد ولكن إذا قرأت الآية التي تتحدث عن ذلك الكهف ستعلم كيف سيكون كهفهم مضيئة وأن عناقيد الأنوار اللؤلؤية قد علقتها رحمة الله في جدر ذلك الكهف ونوعا من الأثاث الفاخر قد اختص الله به ذلك الكهف فبات أشمخ من كل القصور إنه أثاث الرحمة يقول سبحانه وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته إن الرحمن إذا نشر رحمته في مكان مظلم أضاء وفي كهف ضيق بات فسيحا وفي قلب ميت نبض بالحياة لذلك فقد جعلتهم تلك الرحمة لا يحتاجون إلى الطعام ثلاثمائة سنة جعلتهم في راحة تامة باتوا بسببها لا ينتبهون من نومهم اللذيذ سينين عددا جعلت الحزن لا يطل عليهم والتوجس لا يطرق قلوبهم والخوف لا يقترب من كهفهم بل يولي هاربا مرعوبا إن الله إذا اختصك برحمة منه فقد كفاك كل هموم الحياة وغمومها بل إن من بركات تلك الرحمة التي نشرها الله في ذلك الكهف الضيق أن باتت قصة كهفهم بيانا يقرأه عامة المسلمين في كل أسبوع ليقتبسوا منه النور والهدى فرحمة الله على أولئك الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم ربهم هدى الأشواق من رحمته سبحانه أنه يعلم ما في نار جهنم من عذابات وآلام للجسد والروح ويعلم ما هي الأمور الموصلة إليها فينزل على عباده كتابا كل الدلائل تشير إلى أنه هو من قاله وتكلم به ثم يأتي ذكر النار وجهنم والسعير والحطمة واللضى والهاوية وغيرها من الأسماء مئات المرات ويأتي ذكر الأمور الموصلة إليها والاعتقادات التي تقود للخلود فيها تحذيرا لعباده ورحمة بهم يخبرهم في عدد كبير من نصوص الوحيين أنه غفور حتى يكفوا ويرجعوا إليه ويخبرهم أنه يفرح بتوبتهم إذا تابوا يتحبب إليهم بذكر نعمه عليهم ويذكرهم ببديع خلقه وبجميل أقداره وبعظيم حلمه ومغفراته وإحسانه حتى يحنوا للدخول في عباده الصالحين يرحم عباده ويريد أن يدخل الجنة فيذكرها لهم بخضرة أشجارها وبعذب مائها وبجميل قصورها وبروعة دورها وبهناءة عيشها ثم يذكرها المرات العديدة ويكرر الآيات التي تستنهض الأشواق لدار الخلود حتى إذا ما مرت بهم آية وهم ساهون تأتي الثانية وهم متيقظون فإذا فاتت الثانية فلن تفوت الثالثة وهكذا في عذوبة ألفاظ وفخامة أسلوب وتذكير بتفاصيل متعددة فإن كان القارئ للقرآن غير متطلع لخضرة الأشجار فلعله يحب جمال الأنهار وإن كان إدراكه قاصرا عن تخيل القصور فلعل خياله ينشط لذكر الحور يذكر أعمال الشر فيبغضها لعباده في حالها ومآلها لينجو من مغبتها وما تفضي إليه من غضبه ونقمته ويذكر أعمال الخير فتأتي مكللة بجمال الوصف وحسن العبارة فتتوق النفوس السوية للإتيان منها بما يفتح الله به فتعظم بذلك منازلهم وتعلو رتبهم فسبحان الرحمن الرحيم الشعور الفياض عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تسع وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة رواه مسلم ومن رحمته بخلقه أنه ينزل في قلوب الوالدين من الرحمة تجاه أبنائهم ما لا يمكن أن يقوم به عيشهم لو لم تكن تلك الرحمة وتلك المشاعر التي لا يستطيع مخلوق أن يتحكم بها فلو دفع لأم أموال الدنيا على أن تلقي صغيرها من شاهق لما فعلت ولو كلف أب أن يدفع بابنه أمام سيارة مسرعة وجعل له مقابل ذلك كنوز قارون لما فعل ذلك ما هي هذه المشاعر التي تقاوم مثل هذه الإغراءات وتصمد في وجه هذه العروض كيف استطاعت فكرة الإلحاد تجاوز هذه المشاعر التي لا يمكن لملحد أن ينكر وجودها في أعماق أعماق ما اسم الخلية المخصصة لهذه المشاعر أو ما هو الإنزيم المحفز لشعور الرحمة في قلب الأب أو ما طبيعة الأنسجة التي تكون مسؤولة عن مثل هذا الإحساس في جسم الأم فقط اسأل الملحد عن سر تحول القطة إلى وحش مفترس لحظة اقترابه من صغيرها وكيف يمكن للدروينية تفسير هذا الشعور وإذا كان غريزة فمن الذي غرزها إنها رحمة التي أنزلها الله من رحماته المئة لعباده حتى يتراحموا فيما بينهم فلا مادية تستطيع أن تحدد مكان هذه الرحمة ولا مختبر يمكنه أن يقيس حجم هذه الرحمة ولا مايكروسكوب يقدر على رؤية جزيئات هذا الشعور الفياض فاسأل به خبيرا ومن جلال هذه الصفة وهذين الاسمين أنه اختارهما ليكون في البسملة التي يبتدأ بها قراءة القرآن فيقول قبل أن يشرع في قراءة سورة من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويكررها المسلم في أعمال يومه وليلته وكأن رحمته سبحانه هي السبب في كل خير نناله والسبب في الصرف كل شر نخافه وهي التي لا قوام للعيش بدونها ولا يتصور حياة خالية منها لذلك كان تكرار ذكرها مهمة حتى تصنع كثرة تكرارها وتردادها في نفس المؤمن شعورا برحمة ربه وعمقا في هذا الشعور ومن عظم صفة الرحمة واسم الرحمن أنه سبحانه عندما ذكر استواءه على عرشه جاء بهذا الاسم مرتين في القرآن فقال مرة الرحمن على العرش استوى وقال أخرى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وكأن في استشعار العرش العظيم ثم في استشعار استواء الجبار على عرشه مشاعر خوف وخشية ورهبة عظيمة تمس القلوب الحية فأتى سبحانه بهذا الاسم الذي تفيض منه أنوار الرحمات والبركات ليطمئن عباده المتقين فإن كان استواءه على عرشه واطلاعه على خفاياهم وعلمه بكل ما يخفون وما يعلنون يستوجب خوفا فإن عليهم أن لا ينسوا أنه الرحمن الذي وإن علم ذنبك فهو يحب أن يغفره وإن سمع تجاوزك فهو يفرح بتوبتك وإن رآ خطأك فهو يريد أوبتك فهو الرحمن الذي يسبق حلمه علمه ورحمته غضبه وعفوه انتقامه ثم لتتأمل في الآية المذكورة فاسأل به خبيرا يأمرك الله سبحانه أن تسأل عنه وتزيد علمك به يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أي استعلم عنه من هو خبير به يعالم به فاتبعه واقتد به وهذا من عظيم رحمته ألم يجعل أمر هذه المعرفة الشريفة مقصورة على ما فطره في نفوس عباده من حبهم لمعرفته بل أمرهم بهذه المعرفة أمر حتى يحصل لهم بها ما يحصل من الزكاء والهداية عذاب من الرحمن كنت أتساءل وأبحث عن حكمة إتيان اسم الله الرحمن في موطن العذاب في مثل آية سورة مريم يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن وأسأل نفسي لماذا لم يقل عذاب من الجبار مثلا؟ لأني كنت أظن أن العذاب فعل لا ينسجم في التعبير البشري مع الرحمة ثم ظهر لي أنه سبحانه وتعالى رحيم الرحمن حتى في عذابه لأعدائه فمن ذلك أنه يمس أعدائه بالعذاب مسم في بداية أمرهم حتى يثوبوا عن عنادهم ويعودوا فكان هذا العذاب الذي نهايته انزجارهم رحمة منه ثم هو يعذب الظالم فيكون في ذلك الزجر لغيره عن السير في طريق الظلم فيكون هذا الزجر والتحذير من رحمته سبحانه ببقية عباده ثم إن عذاب الخلق إن عذبوا بعضهم هو محض ظلم فجيء باسم الرحمن في هذا السياق حتى يلفت نظر المؤمن أن عذاب الله ليس ظلما لعباده فهو سبحانه منزه عن الظلم بل هو عدل ويحاسبهم بما يستحقون ومن حكمة مجيء اسم الرحمن في سياق العذاب أنه سبحانه من رحمته أن يعذب الكافر أو مستحق العقوبة بما يستحقه فلا يعذب بفعل فعله غيره ولا يمكن ملائكة العذاب أن يتجاوز عليه ويزيد في نكاله بما لا يستحقه كل هذا من رحمته سبحانه فناسب الإتيان بالرحمن في هذه الآية وغيرها مما يشابهها ولله حكم أخرى لا نعلمها الله يعلمها ولكن الذي أريد قوله إن هذه رحمته سبحانه بعبده الكافر عند عذابه وانتقامه منه فكيف ستكون رحمته مع المؤمن المنكسر المعترف عند إرادة ثوابه وعطائه دار العجزة هل دار بخلدك أن الموت وهو موت من تجليات صفة الرحمة لدى الرب سبحانه وأن الحياة لولا الموت ستغضو شيئا لا يطاق لنتخيل أن الله كتب على البشرية أن تحتفظ بوجودها ألف سنة فقط وقدر أن لا يمود إنسان في هذه المدة الزمنية عند ذلك أخبرني هل ستكفي مصادر الحياة في هذا الكون خمسين مليار إنسان إن لم يكن أكثر أو حتى أضعاف هذا الرقم الهائل دعني من مصادر الحياة كالأكسجين والماء والنبات والحيوان حدثني عن اليابسة التي ستتحمل أعدادا لا متناهية من البشر لنترك الأسئلة الكبيرة ولندلف إلى الأسئلة التي بحجمنا تخيل أنك تعود من العمل لتجد في بيتك خمسين طاعنا في السن هم أجدادك وجداتك الأحياء منذ ألف سنة والذين يجب عليك أن تعولهم وتهيئ لهم وسائل الراحة ستصبح أنت المسؤول عن دار عجزة مكتظ بأجدادك الذين يجب عليك وجوبا عينيا أن تبرهم وتؤكلهم وتشجبهم وتخفف عنهم أتعاب مئات السنين كيف ستجد وقتا لإنجاز مهامك أو حتى اللعب مع أطفالك فالأربع والعشرون ساعة لم تعد كافية حتى تنجز ضروريات هؤلاء الأجداد ثم إن امتدت بك حياة سيغضو سريرك بجوار أسرتهم وتغضو جدا لأحفاد وأحفاد أحفاد وتعاني ما يعانون من آلام الحياة وأتعاب السنوات العجاف سيغضو العالم فضيعا لو لم يكن هناك شيء اسمه الموت فسبحان من رحمته فيما نكره قد تكون أعظم وأظهر من رحمته فيما نحب انظر من غرائب الأوامر الإلهية أمره سبحانه لعباده أن ينظروا إلى آثار رحمة الله هذا الأمر الذي أنستنا إياه عجلة الحياة الضخمة وحركة الأيام الموارة فلم يعد أغلبنا يمتثل له بل الغالبية لم يخطر ببالهم أن أمر ما قد جاءهم يخص هذا الشيء إن لرحمة الله آثارا تظهر في أمور كثيرة وتتجلى بشكل واضح في خضرار الأرض بعد موتها والرب يقول لك فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن رأيت أبا يداعب ابنه الصغير وقد امتلأ قلبه حبا له وفرحة به فانظر إلى آثار رحمة الله وكيف صنعت هذه الرحمة تلك البسمة الجميلة وذلك الشعور الشفيف إذا رأيت جائعا يأكل باطمئنان ويتذوق أصناف المأكولات لا فقر يحول دون ذلك التذوق ولا خوف ينغص عليه ولا مرض يمنعه مما يشتهيه فانظر إلى آثار رحمة الله فرحمة الله هي وراء تلك التفاصيل الدافئة بل إن نظرك إلى آثار الرحمة من آثار الرحمة فلولا رحمته بك لما نظرت ولما سمعت ولما عقلت شيئا فأين هو المكان الذي يخلو من رحمة الله في هذا الكون الفسيح أين هي الحركة التي لا تحركها رحمته سبحانه إن سماعك لصوت البلبل في الصباح الباكر رحمة منه فقد علم أن ذلك الصوت الجميل سينسيك كآبة البارحة فجعل البلبل يغرد عند نافذتك وأن تتظنها الصدفة وهي رحمته استنشاقك لرائحة المطر بعد يوم مطير تزينت فيه الشوارع بمياه السماء رحمة منه علم أن ذلك العبق ينعش روحك المتعبة ويغسل تراكمات لبدتها مواقف الحياة بل إن صوت قارئ جميل الصوت يرتل آيات القرآن من أعظم الرحمات محمد رفعة عبد الباصة والمنشاوي والحصري في صباحاتك الرائقة من جليل رحماته كيف كانت ستبدو حياتك لولا هذه التلاوات العظيمة التي تمر بأسماعنا فتملأنا خشوعا وحبا فافتحنا فذة في عقلك وامتثل من خلالها لأمره لك سبحانه بأن تنظر فانظر إلى آثار رحمة الله من حولك أحيى قلبك بتلك الآثار وزد حب ربك في قلبك حبا وإجلالا وتعظيما الجميل سألت ابني وأنا أكتب هذه الكلمات أن يذكر لي شيئا جميلا رأاه فاستغربت من إجابته وهو ما زال في الثامنة من عمره قال لي الحياة كلها جميلة هل هناك نفس سوية لا تحب الجمال وتهفو إليه وتتعلق به وتتحدث عنه وتجد فيه روحها وأنسها وسلواها ربنا سبحانه جميل يقول عنه أعلم الناس به صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال فهو جميل في ذاته ويحب الجمال في غيره لذلك خلق الخلق على نظام الجمال وشرع الشرائع وفق قواعد الجمال يقول ابن القيم رحمه الله من أسمائه الحسنى الجميل وجماله سبحانه على أربع مراتب جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال وجمال الأسماء فلنطوف سويا بهذا الاسم لنستجلي شيئا من جماله وجلاله وكماله سبحان الله يروى أن سليمان بن داود خرج يسير وهو جالس على كرسيه وأصحابه جلوس معه على الكرسي عن يمينه وعن شماله الريح تدف بهم والطير تظلهم فأشرفا وهم كذلك على امرأتين من بني إسرائيل قال فعجبتا مما رأتا من ذلك فقالتا سبحان الله لقد أوتي آل داود ملكا عظيما فسمع قولهما سليمان فلما حاذى بهما قال لريحي قفي فوقفت فقال لهما ما قلتما آنفا حين طلعت عليكما قالتا ما قلنا إلا خيرا يا نبي الله قلنا سبحان الله لقد أوتي آل داود ملكا عظيما فقال لها سليمان فقولكما سبحان الله أفضل من جميع ما أوتي آل داود نحن غير متصورين أن الله سبحانه قد يخلق خلقا عظيما أو جميلا أو غريبا فقط حتى يقول أحد عبيده في دهر من الدهور سبحان الله فهو يخلق الشيء الجميل لأنه جميل ولا يأتي من الجميل سبحانه إلا الجميل ويخلقه لأنه يحب الجمال ويخلقه أيضا ليسبحه العبد ويشكره ويعبده وهو يتراء ذلك الجمال ويخلقه لتتطبع نفوس عباده على الجمال السلة العجيبة لاحظت قبل سنوات ذلك القدر الكبير من الجمال الذي يسكن شيئا لطيفا جميلا لا يخلو يوم دون أن نراه أو نمسكه أو نتذوقه فجعلتني تلك الملاحظة أذهب إلى أحد المتاجر وأشتري قدرا من ذلك الشيء لأتأمل الجمال الأخاذ في خلقه وصنعته اسم ذلك المخلوق العجيب الفاكهة اشتريت من كل نوع تقريبا كمية قليلة ثم وضعتها في إناء وجلست أنا وأبنائي نتأملها ثمرة ثمرة ونسبح الله لم أكن أعلم أني بذلك ألفت نظر ذاتي إلى فكرة ستسيطر علي لاحقا ألا وهي جمالية الخلق وأن جمال المخلوق وبعثه في النفس الراحة والجمال كان من ضمن مقاصد الخلق وأن جمال الخلق من الأدلة على جمال الخالق فلن يخلق الجمال إلا وهو جميل سبحانه ولعل كثرة التسبيح في القرآن الكريم والأمر به في السنة النبوية هو لأن خالق الكون سبحانه قد بنى هذا الكون على دعائم من الإبهار والإدهاش الذي يستنطق التسبيح فطرة ودون الحاجة إلى تعمق في التفكير والاستدلال برتقالة ورمانة فالبرتقالة على سبيل المثال وجودها يستحق أن تقول سبحان الله فوجود شيء دون أن تدعو الله أن يخلقه بل دون أن تعلم أنك تحتاج إليه مع احتوائه على فوائد جمة هذا كاف لتسبح الله ثم خلقه بهذا الشكل الكروي الجميل والحجم اللطيف يستحق تسبيحا ثانيا ثم صبغه بهذا اللون الأخاذ سبب آخر يحتاج إلى تسبيح آخر ثم ترتيب وتنضيد حباته بالداخل على هيئة جميلة وصف محكم يستنطق تسبيحا أعمق ثم جعله بهذه اللذة الفائقة التي تنعش متذوقها يجعل دقات الفؤاد تستحيل تسبيحا وإجلالا هذه حبة برتقال واحدة احتجت معها إلى أن تستغرق في بحر من التسبيح لهذا الخالق العظيم فكيف لو استعرضت سلة فواكه مليئة بألوان الجمال وأصناف اللذائذ بل كيف لو تأملت ما هو فوق تلك السلة من أعاجيب المخلوقات البديعة سبحانك ما أعظمك رأيت ذات مرة رمانة صافية اللون قد اصطفت حباتها بإتقان عجيب فملأ قلبي منظرها بشعور غريب كتبت وأنا بأثرة إن شكل الرمان البديع ولون الرمان الأخاذ وطعم الرمان اللذيذ واستفاف حبات الرمان المتقن كفيل بصفع غرور أعتى ملاحدة الدنيا وقطفى على سطح خيالي سؤال تردد مع كل فاكهة أسرح فيها نظري لماذا أراد الله أن تكون هذه الفاكهة جميلة؟ ألا يكفي في مسألة الفاكهة ما تحتويه من ألياف وفيتامينات وفوائد صحية؟ لماذا كانت جميلة؟ كان يهجم علي هذا السؤال ثم لا أجد له جوابا أستطيع أن أعبر عنه وإنما أستطيع أن أشعر به الفراشة يرى الملاحدة جمال الفراشة وبديع خلق الله لجناح هذه النقوش العجيبة والألوان رائعة الجمال فلا يخضعون عقولهم للخالق ويقولون سبحان الله بل يبحثون عن مخرج من ورطتهم فقولون إن تلك النقوش والألوان مما أسدته الطبيعة العمياء لهذا النوع من الحشرات بغرض لفت نظر الطرف الآخر ليحصل التزاوج وبقاء النوع مضحكونهم يستطيعون أن يأتوا بالغرائب ليهربوا من الله ولكن نفسهم في هذا الهرب قصير جدا إذ بماذا يجيبون عن سر جمال الفراولة هل الانتقاب الطبيعي هو السبب الذي جعل لونها بهذه الكيفية وشكلها بهذه الفرادة وطعمها بهذه اللذة حتى تجذب إليها حبوب اللقاح وماذا عن الأنناس والكرز والتفاح وما هي النظرية التي ستخرجهم من أزمة الرمان والعنب وما هي الغريزة التي تحتويها النخلة وتضطرها لتبدو بهذا المنظر الشامخ الجميل ثم بما أن الطبيعة العمياء اكتشفت مصادفة أن اللون الأصفر جاذب لذكور الفراش فلماذا لم توحد لون الفراش لماذا جعلت هناك فراشة صفراء وأخرى زرقاء وثالثة مزجتها بالأسود والأبيض وإذا كانت ذكور الفراش هي التي تهفو للإناث فتحتاج إلى ألوان محفزة وجاذبة فما سر اصطباغ الذكور بتلك الألوان الجميلة في حين أن الإناث هي المرغوب فيها للراغبة ولماذا يشترك ذكور الحشرات مع الجنس البشري في الذوق فتراهم يعجبون بنفس الألوان والأشكال والزخارف فتلفت إعجابهم وتجذب أنظارهم وإذا كانت للطبيعة قدرة على أن تغير الألوان بحسب مزاج ذكور الفراش فلماذا لا تغير مزاج ذكور الفراش ذاته بحيث تصبح الفراشة جاذبة بحد ذاتها بغض النظر عن لونها لم يدر بخلد الملحد أن عليه قبل أن يقرر أن يكفر بله أن يحضر أجوبة لأسئلة بعدد ذرات هذا الكون كلها تفضح شعوره الكامن بوجود الله وبعظمته وبقدرته وبجماله سألت ابني وأنا أكتب هذه الكلمات أن يذكر لي شيئا جميلا رأاه فاستغربت من إجابته وهو ما زال في الثامنة من عمره قال لي الحياة كلها جميلة وصدق حفظه الله وحفظ أبناء المسلمين وهل هناك زاوية في هذا الكون ينقصها الجمال أو يعوزها عنصر الإبهار جاء رجل إلى الإمام مالك وقد علاه الهم فقد قال قولا ظنه قد ألجأه إلى أن يفارق زوجته فقال له يا إمام قلت لزوجتي إن لم تكوني أجمل من القمر فأنت طالق فقال الإمام زوجتك لم تطلق فقال الرجل كيف والقمر أجمل منها قال الإمام مالك بل هي أجمل ألم تقرأ قول الله تعالى في كتابه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم مشكلتنا أننا نظن الجمال في الإنسان مقتصرا على شكل عينيه وملامح وجهه وجمال ابتسامته وننسى الجمال في قامته وكيف أن مشيه على رجلين أجمل من كونه كان يمشي على أربع وننسى جمال نطقه بالحروف حين يتكلم وكيف أن مثل هذا الإجراء أجمل بكثير من لو أن الإنسان يتخاطب بالخوار أو المواء أو النباح وننسى الجمال في ملمس الجلد وكيف سيكون منظره مرعبا لو كان جسده مغطا بالفرو أو الريش والصباح مسرح من مسارح الجمال كل شيء فيه موضوع بجمال تستيقظ على أدان الفجر البهي وعلى نور أزرق ساحر ثم تأتي أشعة الشمس لترسم بدايات اليوم بريشتها الفنية ثم تبدأ نغمات الطيور هل قلت الطيور؟ وهل هناك جمال يمكن أن نتحدث عنه بمعزل عن الطيور والعصافير بأنواعها عن غناء الكنار وشقشقة البلابل وحداء طيور الحب حتى صوت الحمام ذاك الصوت الغامض لهو دليل على أن خالق الجمال يجعل الأشياء الغامضة جزءا من لوحة جميلة ستفقد الكثير من روحها لولا تلك الألغاز الغامضة انظر إلى الطيور بكل أنواعها وألوانها وحركاتها لتدرك أن الله جميل يحب الجمال لا يحبه منك فقط بل يحب أن يجده في الكون فيغضو الكون مترعا به مكتظا بتفاصيله المبهرة الحاجة إلى الغباء لا تحتاج أن تلقم ذلك الرافض لوجود خالقه بالحجج المنطقية ليعود إلى رشده فقط أنت بحاجة إلى أن تسمعه صوت الكناري ولون طائر الروز ومرح طائر الكروان وبصدق فإن الرافض لوجود الله يحتاج أن يسلم عقله إلى أمور مغيبة لا يدرك كنهها أكثر بكثير من المؤمن بوجود الله بل يحتاج الرافض لوجود الله أن يكون غبيا بقدر كبير حتى يغض طرفه عن هذا القدر العظيم من الأدلة والإشارات التي تشير إلى الله في كل لحظة تمر به في حياته يحتاج الملحد أن يكون ميتا فيزيقيا بقدر كبير جدا حتى يؤمن بتلك الحزمة الكبيرة من التناقضات والخيالات والغباءات الوهاب افترض أن شخصا لديه ملك قارون ولكنه أعمى وأرادك على أن تعطيه بصرك بما جئت من ماله فكم ستطلب منه دعني أختصر لك التقديرات إنك لن تتنازل عن بصرك بأموال قارون كلها هذه إحدى النعم التي نادرا ما تشعر بها ومن أسمائه سبحانه الوهاب وهو اسم كرم وجود وغنى وصيغة فعال تعني المبالغة فليس سبحانه واهبا بل وهابا كثيرا ما يهاب ويعطي ويجود لذلك سمى نفسه بالوهاب فيعطي من يسأله ومن لا يسأله ويعطي من يحتاج ومن لا يحتاج ويعطي من يعبده ومن لا يعبده وكان الوهاب لأنه يهب كثيرا فالكرماء يعطونك مرة فإن طلبت منهم مرة ثانية قد يتأففون لطلبك أما الله سبحانه فهو يهب عطاءات لا حد لها ثم يرضى عنك إذا طلبت منه بل إنه يأمرك أمرا أن تطلب منه ادعوني أستجب لكم وإنك لو أخذت تحصي ما وهبك إياه سبحانه لأتعبك العد بل إنك إن أردت أن تستوهبه شيئا فإن من طرق هذا الاستهاب والاستجداء أن تذكر في دعائك بعض ما سبق ووهبك إياه فتكون هبته السالفة أمرا تستجدي به هبة جديدة فهذا نبي الله زكريا عليه السلام يقول في دعائه العظيم ولم أكن بدعائك رب شقيا أي لم أكن خائبا في دعوات السالفة بل أجبتها لي سبحانك فأجب لي هذا الدعاء يقول ابن عاشور رحمه الله لم أكن فيما دعوتك من قبل مردود الدعوة منك أي أنه قد عهد من الله الاستجابة كل ما دعاه وكان الوهاب لأنه يهب عظيمة فكرماء بني آدم يهبون في العادة المال أما الله فإن المال أقل ما يهبك إياه فهو يهب الحياة ذاتها ويهب العقل ويهب الذرية بل ويهب النبوة والولاية ويهب الملك ويهب الكرامات التي تحير العقول وتدهش الألباب نعم يذهل بالعطاء فقد أعطى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وأعطى زكريا الذرية بعد أن بلغ من الكبر عتية وأعطى نوحا عليه السلام النصرة فأنزل مطرا أغرق به كل كافر على وجه الأرض استجابة لدعائه شق لموسى البحر ورفع عيسى إلى السماء وأسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وكان الوهاب لأنه يهب أعداءه فلا كريم من كرماء البشر يجد في نفسه ما يدعوه إلى أن يكرم أعداءه ويتفضل على خصومه أما الوهاب سبحانه فحتى أعداءه والمجاهرون بسبه تعالى وتقدس لهم من فيء مواهبه قسم وفي ديوان عطاءاته اسم وهذا النوع من المواهب يجعل قلوب العباد متلهفة متيقنة بكرمه سبحانه فهل هناك أعدى من إبليس والذي استجداه الحياة قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون فوهبه حياة ما وهبها أقرب أنبيائه وأخص أوليائه وهبه شبه الخلود في هذه الحياة قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم لهذا كله ولغير هذا كان اسمه الوهاب سبحانه قارون يشتري بصرك مشكلتنا أننا لا نعرف قيمة ما لدينا من نعم وإلا لعرفنا معها معنى الوهاب فطلبنا منه سبحانه كل شيء ما قيمة بصرك؟ والذي أعطاك إياه بلا طلب بل وقبل أن تشعر بحاجتك إليه افترض أن شخصا لديه ملك قارون ولكنه أعمى وأرادك على أن تعطيه بصرك بما شئت من ماله فكم ستطلبه؟ دعني أختصر لك التقديرات إنك لن تتنازل عن بصرك بأموال قارون كلها هذه إحدى النعم التي نادرا ما تشعر بها فكيف لو حاولت إحصاء بقية النعم أو على الأقل أهمها بالنسبة لك؟ لقد أعطاك في جسدك فقط المليارات بل أكثر من ذلك أتعلم لماذا؟ لأنه الوهاب يهب دون أن يطلب وقبل أن يستوهب والسؤال ما دمت هذه عطاءاته قبل السؤال فكيف ستكون عطاءاته بعد السؤال؟ شاب يشغر منصبا مرموقا في إحدى الشركات ودخله ممتاز ولديه سيارة وزوجة ومنزل وحياته هنئة حدثني قال إن كل هذه النعم لم يكن ينعم بها عندما كان موظفا بسيطا في إحدى الشركات في المنطقة الشرقية وأخبرني أنه كان مصرا على بعض الذنوب فذهبت ذات يقظة إلى مكة لأداء العمرة فأدركني في تلك العمرة شعور بضرورة أن أضع نقطة بعد تلك السنوات المليئة بالذنوب قال فعاهدت الله في الحرم أن تكون تلك العمرة نهاية ذلك التاريخ القاتم وبداية عهد جديد قال وبينما كنت في المسعى إذا بي أجد صديقا قديما وبعد السلام والاستخبار عن الأحوال سألته عن مقر الشركة الفلانية في مكة فأرشدني ومن الغد كنت فيها فتعرفت إلى مسؤول فيها أعجب بي وكانت هناك مقابلة شخصية في اليوم التالي في الفرع الرئيس في جدة فشفع لي لأدخل المقابلة فاجتزتها بنجاح وحصلت على الوظيفة وانفتحت لي أبواب السعادة الوهاب أغرقه بالنعم لأنه أعلن بصدق انتهاء تاريخ الضياع يوم واحد هو الفارق بين توبته وبداية حياته الرغيدة ليس ذلك الشاب بدعا من الشباب ومن البشر الذين يصبوا الله عليهم الرزق صبا ويعطي حياتهم معنا بعد أن كانت بلا معنى الحياة تكاد تتكون من هؤلاء إن الوهاب لم يخلق بابا دون هباته وعطاياه قل يا الله ثم استبشر خيره الإخفاق المبارك وكم استعجبت من سليمان عليه السلام إذ كيف يقول ربي اغفر لي وهب لي كيف جمع بين الاستغفار من الذنب والطلب لقد اعتقدنا أن الطلب قارين التقرب والتزلف منه سبحانه فإذا بسليمان عليه السلام يعطينا درسا من دروس الطلب مفاده استغل أوبتك من إخفاقاتك بطلب أبعد خيالاتك لم يطلب سليمان تلك اللحظة بيتا جميلا ولا حتى قصرا منيفا ولا جزيرة من ذهب بل طلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ثم ختم دعاءه باسم عظيم من أسمائه سبحانه ختمه باسم يصلح للتملق للحي الذي لا يموت ختم دعاءه بي إنك أنت الوهاب إنك أنت الذي لا تستعظم أن تهب الهبات العظيمة ولا يستبعد راجيك أن تأتيه بأبعد ما يتخيل يريد سليمان ملكا خاصا به فيعطيه الوهاب ملكا من أعجب الأملاك سخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد فصار ينتقل من مشارق الأرض إلى مغاربها بالريح تنقله هو وحاشيته والشياطين تغوص في أعماق البحار تجلب له أغلى الكنوز والجواهر وتشيد له أضخم القصور وأجملها أتظن أن الله سبحانه أورد هذه العجائب حتى نتعلق بسليمان عليه السلام وقد مات من مئات السنين أم لنتعلق بالحي الذي لا يموت ونطلبه بيقي أتظن أن الله ذكر هذه العطاءات لتكون نظما قرآنيا فريدا نقرأه مفرغا من معناه أم لنحوله إلى أدعية وأذكار وابتهالات نعطر بها مواضع سجودنا في ظلام الليالي الحالكة ملأ حياتك بالاحتياجات ثم قال لك أنا الوهاب ثم أنت تصر على عدم معرفتك للعنصر الثالث من هذه المعادلة العنصر الثالث هو ادعوني أستجب لكم أفهمت الآن؟ أطلب وجعل سقف دعواتك أعلى ما يمكن وسأحكي لك الآن قصة الدعوات التي بلا سقف دعاء بلا سقف نحن نعلم أن من حكم ذكر قصص الأنبياء في القرآن الكريم أن يكونوا عليهم السلام قدوة لنا نتأسى بهديهم ونقتدي بهم ومما لفت نظري وأنا أقرأ وأتأمل في دعاء الأنبياء في القرآن الكريم أن هناك شبه توافق بينها فكثير من دعوات الأنبياء التي جاء ذكر استجابتها في القرآن كانت تتم بسمة غريبة وسوف تتعجب إن تأملتها معي الآن هذه السمة اختصرتها بقولي غرابة الدعاء لم يكن الأنبياء في كثير من دعواتهم يدعون بالقريب وإنما بالغريب فهذا سليمان عليه السلام ذكرنا قبل قليل أنه دع الله بدعاء في ذروة الغرابة فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب هو لا يطلب من الله الملك ولا يطلب منه الملك العظيم بل يطلب منه ملكا لا ينبغي لأحد أن يحصل عليه أو يتمتع بمزاياه فكيف كانت الإجابة؟ لقد جاءت عقب الدعاء مباشرة فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وهذا نوح عليه السلام عندما آذاه كفار قومه كان المتوقع والقريب أن يدعو على قومه بالهلاك ولكنه لم يفعل ذلك بل عمم دعوته فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فكان أن دعا على كل كافر على ظهر الأرض دعاء بالغ الغرابة وبقدر غرابته جاءت مسرعة إجابته فقال الحق سبحانه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وهذا زكريا عليه السلام كان دعاؤه بالغ الغرابة أيضا رجل كبر سنه ورق عظمه ونحل جسمه واشتعل رأسه شيبة وامرأته عاقر ومع ذلك يكون دعاؤه هو رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين كل المؤشرات تجعل أن يرزق مثل هذا بالولد في عداد المستحيلات هل رضخ زكريا لكون دعائه غريبة كلا بل زاده غرابة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا هو لا يريد ولدا هكذا وإنما يريده بمواصفات نادرة جدا ومع ذلك يقول الوهاب سبحانه فاستجبنا له ووهبنا له يحيا ونبي الله موسى عليه السلام يسأل ربه في تضرع وإخبات وتنهمر دعواته انهمارة ومن بين رغباته التي رفعها في ذلك الدعاء المبارك رغبة موغلة في الغرابة فهو عليه السلام صار نبيا للتو ومع ذلك فهو يدعو ربه أن يرزق أخاه هارون النبوة كذلك فقال عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي ولا نعلم عن أحد دعا لأحد بالنبوة غير موسى عليه السلام فقل الكريم سبحانه بعد هذه الدعوة قد أوتيت سؤلك يا موسى فجعل سبحانه هارون نبيا مع موسى يؤازره ويسانده فالنبوة تلك المنزلة الرفيعة والمكانة المنيفة يهبها سبحانه لعبد في دهاليز الحياة لم تخطر له النبوة على بال فقط لأن أخاه دعا له بها فاستجبنا له لما نظرت في القرآن وجدت ارتباطا وثيقا بين اسم الوهاب وفعل الوهب وبين الذرية والولد نعم قد يذكر في القرآن غير ذلك كالعلم والملك ولكن لطلب الذرية ولأعطاء الذرية علاقة بهذا الاسم قوية وواضحة هب لي من لدنك ذرية طيبة الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق فهب لي من لدنك وليا رب هب لي من الصالحين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة فاستجبنا له ووهبنا له يحيا ووهبنا لداود سليمان يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الزكور ومن مقتضيات المعرفة الإيمانية بل والعقلية أن تستخدم في طلبك ما يناسب مطلوبك فلا يعقل أن تطلب من أمير مالا مثلا فتقول له أريد مالا أيها المتواضع أو أيها الشجاع بل تصفه في هذا السياق بالكرم والجود والبذل والإحسان وكذلك رب العالمين إن كنت تطلب منه الذرية فلا أنسب من استخدامك لإسم الوهاب وصفة الوهب مع حضور القلب والإلحاح والثقة وربنا كريم وهاب لا يعجزه شيء ولا يعظم عليه شيء من كرمه سبحانه أنه يعطي المكانة العالية والمنزلة الرفيعة ولا يستكثر ذلك بل يهبه بكرم وجود حتى تكاد العقول أن تطيش لذلك الكرم العظيم وتلك الهبات الجزيلة هذه امرأة عمران نذرت لله ما في بطنها محررا لخدمة بيت المقدس وظنته ذكر فكانت أنثى وليس الذكر كالأنثى ولكن الله تقبل ذلك النذر فكان ماذا؟ وهبها سبحانه المرأة الصالحة القانتة الخاشعة مريم عليها السلام فكانت من أعبد أهل الأرض ومن النساء القليلات اللواتي كملن ثم إن الكريم سبحانه زاد في كرمه وعطائه فجعل تلك المرأة أهما لعظيم من عظماء البشر وأحد أهم خمسة في هذا العالم عيسى عليه السلام فهل كان يدور في خلد امرأة عمران أن نذرها سيتقبل بهذا السخاء؟ يحيي سبحانه إلى إبراهيم إني جاعلك للناس إماما فيرزقه الإمامة بل إن موضع قدميه المقام يغضو موضعا له قداسته بأمر الله تعالى ويهبه من الذرية على حين كبر إسماعيل ثم يرزقه إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ثم يقول وكلا جعلنا نبيا ففي اللحظات التي يحتاج فيها خليله الولد يكون الكرم هو أن يعطيه الولد ولكن ما فوق الكرم أن يغضو ذلك الولد نبيا هو وابنه بل حتى الحفيد يوسف عليه السلام يغضو نبيا ومن ظاهر كرمه أنه يجازل قليل بالكثير ويثيب على العمل اليسير إذا كان خالصا صوابا بالعطاء الجزيل فهذه امرأة من بني إسرائيل سقت كلبا فأدخلها جنة عرضها السماوات والأرض ولك أن تقارن بين جنة عرضها السماوات والأرض وشيء من الماء يشربه كلب وكيف أن مثل هذا العطاء مقابل هذا العمل لا يكون إلا من وهاب يهب بلا حساب الحق الليل مرهق جدا بالنسبة لأولئك الذين يعاندون الله ويكفرون به لأن الليل يحمل من الهدوء ما يجعل ذلك الضجيج الإلحادي يخفت لتبدأ آيات الله بالظهور في داخل الرجل الذي ينكر في الصباح وجود هذا الرب العظيم من أسمائه سبحانه الحق المبين فهو الحق الذي ليس بعده إلا الباطل ظاهر ظهورا جليا لا يماري في وجوده وفي عليائه وفي جلاله إلا أعمى البصيرة وفي كل شيء له آية وفي كل خلق له برهان لا تفنى آياته ولا تنقضي براهينه لا يمكن للعبد أن ينظر في حياته نظرة إلا وفيها ما يشير إلى الخالق ولا يسمع همسة إلا وتحتوي على أدلة تشهد بوحدانيته ولا يتحرك حركة إلا وفيها آثار رحمة الله تعالى لأنه الحق المبين وما سواه الباطل والضلال البعيد انظروا ليس هناك ما هو واضح في هذا الوجود وضوح ربه الذي أوجده إنك تكاد ترى في كل شيء حولك ما يدلك عليه ويشير إليه وصدق أبو نواس حين قال وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ودائما تبهرني آية عظيمة في سورة يونس وأتوقف عندها طويلة يقول فيها الرب سبحانه مجيبا طلب المشركين للآيات والعلامات الدالة عليه قل انظروا ماذا في السماوات والأرض لنعد قليلا إلى آية في بداية السورة رقمها عشرون يقول الله تعالى فيها ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه هم يريدون آية ليؤمنوا آية واحدة تكفيهم حتى يعلنوا إيمانهم فتأتي الآية رقم مئة وواحد لتقول لهم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون هناك حشد هائل من الآيات تمور حولنا لا تحتاج منها إلا إلى النظر العابر حتى نتفاجأ بها والآيات أنواع وأشكال ومستويات لذلك قال ماذا في السماوات والأرض ليتأمل كل إنسان الآيات التي حوله والتي يمكن لعقله فهمها ورؤية عظمة الله فيها يقول طاهر بن عاشور وقد عمم ما في السماوات والأرض لتتوجه كل نفس إلى ما هو أقرب إليها وأيسر استدلالا عليه لديها انظروا حولكم فكل شيء ترونه هو آية عليه ودلالة واضحة تشير إليه سبحانه فما نوع الآية التي تطلبونها وأنتم بعض آياته وجزء من البراهين عليها ومن وضوحه سبحانه وكونه بينا أنه يظهر على ألسنة الذين يكفرون به فهناك في أعماقهم إيمان يسعون إلى دفنه ومواراته وقد كشف الله تلك الطبيعة فيهم فقال عنهم وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ هناك يقين في أعماقهم حينها سنعرف كيف يفكر الله تعالى الله عن هذا التعبير القميء ولكن انظر أخي القارئ كيف أن الحق المبين ظهر من مثل هذا الكاتب الذي ينفي وجوده أصلا لتعلم أنهم ينفون ما تنبط به قلوبهم رغما عنهم وهذا الملحد ستيفن وانبرغ يلاحظ دلائل اسم الله المبين فيقول في كتابه الحلم بالنظرية النهائية يحمل البعض رؤى عريضة ومرنة جدا عن الإله بحيث إنهم سيجدون الإله أينما بحثوا إن وجود آثار الإله في كل زاوية من زوايا الحياة ملاحظة يعرفها جيدا أولئك الذين ينكرون وجوده وهو أكثر ظهورا من الوجود ذاته إنهم يضيقون ذرعا بكثرة الأدلة الدالة عليه لذلك فإن كتبهم التي ينكرون فيها وجوده تتكاثر وتتزايد ولن تنتهي لأن في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد وعندما ظهر اسم الله كثيرا في كتابات علم الرياضيات الأشهر أينشتاين وهو من آئمة الإلحاد في هذا العصر حاول تلاميذه أن يصلوا لفكرة تجعل مثل هذا الأمر مقبولا في الأروقة الإلحادية فسموا هذا الفعل بالدين الأينشتاني وقد عقد ريتشارد دوكنز فصلا في كتابه الشهير وهم الإله يناقش فيه مثل هذه الظاهرة المحرجة وأعني بها ظهور كلمات وانطباعات إيمانية عميقة عبر كلام الملاحدة وحاول دوكنز أن يجعل مثل هذا أمرا طبيعيا لا يخالف قوانين الإلحاد النافية لوجود الإله وفات هذا الشيطان أن يعلم أن من أسماء الله وصفاته أنه مبين يظهر في كل أطياف الحياة وكل تفاصيل الكون وكل أنفاس المخلوقات الهائمة بل حتى أولئك الذين ينفون وجوده يترى أونه في وجودهم يقول أحدهم إن أعطى الملاحدة يتحول في الليل إلى نصف مؤمن الليل مرهق جدا بالنسبة لأولئك الذين يعاندون الله ويكفرون به لأن الليل يحمل من الهدوء ما يجعل ذلك الضجيج الإلحادية يخفت لتبدأ آيات الله بالظهور في داخل الرجل الذي ينكر في الصباح وجود هذا الرب العظيم يقول صاحب كتاب اللامنتمي الساعة الآن الثالثة ليلا وقد أنهيت كتابة مقالة أنكر فيها وجود الله وحين ذهبت لأنام لم أستطع أطفاء النور خوفا مما سيفعله الله بي هو أعظم من أن تنكره وأظهر من أن يغمض عليك وفي الوقت الذي تنشئ فيه ردودا تظنها منطقية على أدلة وجوده تظهر لك أدلة أكثر إلحاحا وأعمق إصرارا إن الرعب الذي يتسلل إلى قلبك وأنت تسمع صوت الرعود أثناء استلقائك على سريرك ليلا دليل على أن الذي خلق هذا الرعب في قلبك أراد أن يذلك برياءك بشيء من الخوف حتى تؤمن به لقد علمت قال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض لقد علمت ذلك جيدا إن نفسك تفضحك ودعوى أنك الرب الأعلى تنفيها أمور أنت تعلمها جيدا في قرارة نفسك ولكن كما قال تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي الكبر يدفن وذور الإيمان ويحاول أن يطمس تلك الآيات التي تظهر آناء الليل وأطراف النهار في هذا العالم المؤمن يطمسها في تلك النفوس النزقة المراهقة الصغيرة جدا قال أينشتاين في لحظة تجل إن خلف ما نعرفه ونحس به يوجد شيء لا يمكننا إدراكه وهذا الشيء يمسنا بجماله وسموه بطريقة غير مباشرة ترى ما هو ذلك الشيء الذي يشعر به أينشتاين في أعماقه ثم لا يمكنه التعبير عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم طبيعة طبيعة سمعت قديما رجلا يدعي أنه ينكر وجود الله واستعجبت من أنه كلما أراد أن يثبت شيئا حلف بالله حتى إنه يكاد أن يقول والله إن الله غير موجود يذكر أن شعر حافظ إبراهيم ذهب مع صاحبه ميشيل شلبي والذي كان ملحدى لحضور أمسية شعرية وكان الجمهور كلما عجبهم بيت من القصيدة التي تلقى هتفوا الله الله نظر حافظ إلى ميشيل وقال له وأنت بماذا ستهتف؟ طبيعة طبيعة لا شك أن الذي ينكر وجود الحق المبين سيكون في مأزق حتى مع هتافه الطبيعي وتصرفاته العفوية عصفة هوجاء تضرب أسطنبول وتقذف بالحديد والخشب والناس وتسكن الرعب في قلوب أولئك الشاخصين بأبصارهم من نوافذ بيوتهم وعند أحد الجسور يتردد أحدهم في عبور الجسر بدراجته كناظر إلى الطبيعة التي يعبدها ولا يعبد ربا غيرها وهي تزمجر في وجهه دخل إلى الجسر بكفره وعناده وفي وسط الجسر يلتقي مع قوة القوي وجبروت الجبار يلتقي مع دليل من أدلة الحق المبين يلتقي مع الخوف والذعر وهو ينكس الكبرياء في نفسه فيقرر في منتصف الجسر أن يخلع الإلحاد ويرتدي الإيمان يقول بعد ذلك دخلت الجسر ملحدا وخرجت منه مؤمنا خرج مؤمنا لأن الله هو الحق المبين أفي الله شك كنت في وادي ذي غزال بطائف قبل خمس وعشرين سنة وأصابني الأرق ليلة فخرجت من الخيمة التي كنت مستلقيا فيها وتفاجأت بمسرح عظيم في سقف الكون مليء بالحياة أخذت أرقب النجوم المضيئة والشهب التي تتحرك بسرعة رهيبة لقد شعرت في تلك الليلة أن الله أعظم من أن يكون غامضا أو أن يخفى إن ربا خلق هذه اللوحة البديعة لا يريد حتما أن يكون غامضا يستدل على وجوده بأدلة لا يفهمها إلا الأذكياء جدا أفي الله شك هكذا يقول تعالى عن نفسه هل هناك شكوك تساور عقلا ما حول الله سئل أعربي بما عرفت ربك فأجاب بفطرته البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على السميع البصير الجثة كيف يكون غامض الوجوه من إذا دعوته أجابك وإذا دهمك خطب تجد ضرورة ما في نفسك تتجه إلى العلو وإذا ألم بك مرض جعلت آهاتك وتضرعاتك تطرق باب سماواته في الليل لورانس براون طبيب ملحد ولدت له ابنة مصابة بمرضي ضيق في برزخ الأبهر وهو مرض يجعل جلد المصاب به يميل إلى الزرقة لعدم وصول الأكسجين إلى سائر الجسد وفي إحدى نوبات تلك الطفلة أسرع لورانس إلى المستشفى مع أنه يعلم جيدا أنه لا حل لدى أولئك الأطباء فالمرض قاتل يقول إنه وضع ابنته بين الأطباء الذين سارعوا في وضعها في العناية المركزة وانصرف إلى غرفة من غرف المستشفى غرفة يتخايل فيها رب هذا الكون الذي لا يؤمن به مكثى خمس عشرة دقيقة وهو على يقين أنه سيعود ليستلم جثة ابنته كانت لحظات عصيبة وبقدر إنكاره وجود الله إلا أن الله تعالى كان في تلك الغرفة أظهر ما يكون وأوضح ما يكون فقال برجاء إن كنت موجودا أيها الإله فاشف ابنتي قالها وهو يتيقن ألا شفاء لها الطب وهو طبيب حاذق عاجز عن شفاء حالتها يقول فخرجت فإذا بالأطباء يهمهمون بغرابة فأمررت بصري بينهم فإذا ابنتي جالسة بلا أي بأس كان كبير الأطباء يحاول أن يأتي بالأسباب لإفاقتها وأنا طبيب أعلم أنه لا يقول الحق دخل إلى المستشفى بإلحادة وخرج منها بإيمانه ويعلمون أن الله هو الحق المبين الحكيم من العبارات الشهيرة التي أطلقها عالم رياضيات الملحد أينشتاين بعد أن تأمل الكون سنوات عديدة فأذهله إحكام خلقه وعجيب صنعه فقال في خضوع لرب هذا الكون الله لا يلعب بالنرد الحكمة هي وضع الأمر في موضعه والحكيم هو الذي يفعل ذلك والحكمة من صفاته سبحانه والحكيم من أسمائه الحسنى فهو ذو حكمة بالغة تظهر أسرارها في كثير من شؤون خلقه وأمره ويغمض منها الكثير أيضا ويختص سبحانه عباده المتفكرين بغوامض حكمته فيزيد يقينهم به وحبهم وإجلالهم له وهذه سياحة إيمانية في اسم الله الحكيم ومحاولة لاستجلاء آثار هذا الاسم العظيم في مخلوقاته وأوامره وإراداته سبحانه وفي أنفسكم جمعني مجلس مع أحدهم قبل أكثر من ثلاثين سنة وأنا بعد صغير وما زلت أذكر لفتة إيمانية فريدة قالها ذلك الموفق نقلا عن داعية في أحد البلدان جزاهم الله خيرا فقد تحدث عن شيء من حكم الله في خلقه انطلاقا من توجيه الحق سبحانه لعباده في قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون وذكر شيئا من عجيب خلق الله في يد الإنسان ثم لفت نظرنا إلى أن نوعية الجلد الذي يكسو أعلى اليد يميل إلى النعومة والطراوة وأن الجلد الذي يغطي باطن الكف يميل إلى الشدة والغنظة ثم أخذ يحدثنا عن شيء من حكمة ذلك وقال لو انعكس الجلد فكان الأعلى أسفل لا صعب علينا الإمساك بالأشياء لأن رقة نوع الجلد الأعلى لا تتحمل حرارة بعض الأجسام ونعومته لن نتمكن معها من الإمساك ببعض الأشياء ولو كان الأسفل أعلى لما تمكننا من قض أيدينا لاجتداد الجلد وقوته فهذه لفتة بسيطة في شيء نراه مئات المرات في اليوم ولا نكاد نلحظ حكمة الله فيه فسبحان الخلاق العليم المرآة يقول سبحانه ألا له الخلق والأمر فالحكمة البالغة تتجلى وتتمظهر في هذين الركنين العظيمين الخلق والأمر فانظر إلى مخلوقاته ثم تأمل أوامره وتشريعاته ستقف مذهولا أمام حكمته وعظمته وكبريائه يمكنني بالعودة لبعض المراجع التي تتحدث عن أسرار المخلوقات أن أتحدث عن الخلية وعجائبها في أجسام المخلوقات والذرة وغرائبها في حالات المواد ولكن دعني عزيز القارئ آتي بما تراه وأنت واقف أمام المرآة كل يوم وما تمر عليه في حياتك المنظورة ولا تحتاج في معرفته لمختبر ولا لمجهر حدثني عن أذنيك لماذا هي بارزة هكذا؟ لماذا لم يجعلهم الله ثقبين في جانبي الرأس؟ ولتعرف شيئا من حكمته تعالى في خلق الأذن بهذه الكيفية ينبغي أن تكون مررت بتجربة التهاب الأذن نتيجة دخول الماء إليها وآلامها الشديدة عند ذلك ستعلم أن الله أراد بهذا التكوين الحكيم أن يمنع دخول الماء إلى طبلة أذنك وإلى التجويف الداخلي لقناتك السمعية حتى لا تبيت بآلام شديدة بعد كل استحمام إن الذي خلقك حكيم ولن تجد مفصلا أو عضوا أو تكوينا في جسدك ليس له فائدة وإن جهلت شيئا فإن العلم في الغد سيخبرك بحكمته يقول تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد الأنف نتوء مكون من جزئين أعلاهما قاس وأسفلهما مرن ولك أن تتخيل لو أن أنفك كان مرنا من أعلى كيف كنت ستختنق من التصاق جوانبه في بعض الحالات ولو كان قاسيا من الأسفل كيف كنت ستجد صعوبة في الاستنشاق والاستنثار مثلا ثم تأمل في حاجبيك وانظر كم يحجبان عن عينيك من الماء الهاطل والسخام المنتشر قل مثل ذلك وأدق في أهداب عينيك وأضعف ذلك في أجفانك لقد اقتضت حكمته سبحانه أن يحيط هذا الجهاز الحساس بثلاثة حراس يحافظون على نقائه وسلامته الذي عليك حتى تدرك حكمته هو أن تتأمل فقط تأمل مثارات الحكمة في جسدك الذي هو قارة من عجائب الخلق ومبتدعات التصوير وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطول عالم الأكبر والأمر وكما تجلت حكمته جل وعلا في خلقه فكذلك تتجلى وتتضح في أمره فلم يأمر سبحانه إلا بما يطابق مقتوى العبودية ويتضمن مصالح العباد ويستلزم سعادة الدنيا والآخرة فلو تأملت أمره سبحانه بالصلوات لصعب عليك ذلك التأمل لانثيال الحكم وانهيال الأسرار فإذا نظرت في عدد الصلوات فهي خمس صلوات فلم تكن أكثر من ذلك فأصعب أداؤها على العبيد ولا أقل من ذلك فيبهد معنى العبودية في قلب العبد وهي المقصد الأوحد لخلقهم وإذا تأملت في كيفية الصلاة ومدى روحانية حركاتها وإيمانية أذكارها ستر الجمال وقد غمر الحكمة والحكمة وقد توشحت بالجمال والجلال والعظمة وانتقل من الصلاة إلى الصوم لتذهلك الحكم فهذا جوع يذكرك بالفقير ومسكنته وخواء يصرفك عن الدنيا وبهرجها وامتثال دقيق يوقظ في نفسك معنى العبودية ثم تأمل مناسك الحج لترى خطوات تسير وفق مرادات الله فتذكر الناس بأنهم مربوبون لإله عظيم حكيم خبير فحكمته التي في خلقه توازيها حكمته التي في أمره وتشريعه فلا شيء في الكون إلا وفيه شيء من حكمة خالقه وموجده ومشرعه حظ الأنثيين اعترض معترض على مسألة من مسائل قسمة التركات وهي أنه إذا اجتمع في الورثة أبناء وبنات أو إخوة وأخوات فتكون القسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فظن ذلك المعترض أن في مثل هذا التشريع العظيم بخصا لحق الأنثى فرد عليه أهل العلم بما أسكته وبكته فإن الذكر وإن أخذ الضعف هنا فإنه يؤمر بالنفقة هناك أما الأنثى فتأخذ النصف ثم لا تؤمر بنفقة فمالها لها وماله له ولغيره فهنا وجه من أوجه الحكمة البالغة ثم إن من حكمته وهو الرب العظيم أن يجعل شيئا من العواص والغموض يطرأ على بعض تشريعاته الحكيمة فيتضمن ذلك التشريع نوعا من الاختبار للعباد فيظهر المؤمن من المنافق والمسلم من المتشكك والخاضع من النافر فليست كل تشريعاته ظاهرة الحكمة للجميع حتى يتفاوت بها العباد وتختلف رتبهم ما بين الإسلام والإيمان والإحسان بل وما بين الكفر والفسوق والعصيان ولله الحكمة الباهرة في كل ما يخلق ويأمر ومن أسرار هذا الخفاء في بعض التشريعات أن يكون ذلك ابتلاء لأهل العلم حتى يجتهدوا ويبحثوا وينقبوا عن شيء من حكمته سبحانه فيكون ذلك جهادا لهم يزكو به علمهم ويثبتون به القلوب الضعيفة وينالون الرتب الشريفة حكمة الباري وكبرت كلمة تخرج من أحد الشعراء إذ قال معترضا على حكم قطع يد السارق يد بألف مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من الناري يقول كيف يصح أن تقطع يد إنسان بسبب سرقة ما قيمته ربع دينار مع أن ذات اليد ديتها مئة ألف من الذهب وهنا يتخايل الشيطان وهو ينسج شبهاته ويلقي بها في أفواه أتباعه وحزبه فرد عليه عالم جهبذ فقال عندما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت ونقض أبياته أبو عبد الوهاب المالكي عليها رحمة الله فقال لا تقدحن بنود الشرع عن شبه شعائر الدين لا تقدح بأشعار عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة البار الله لا يلعب من العبارات الشهيرة التي أطلقها عالم رياضيات الملحد أينشتاين بعد أن تأمل الكون سنوات عديدة فأذهله إحكام خلقه وعجيب صنعه فقال في خضوع لرب هذا الكون الله لا يلعب بالنرد وهو من أشهر الملحدين إلا أن نواميس الكون المحكمة وقوانينه البالغة الدقة والتي يعرف أينشتاين الكثير عنها جعلته يقول تلك العبارة وقد جاء القرآن الكريم بمعنى مقارب لهذا المعنى حينما قال الحق سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين القضية ليست لعبا ولهوى لم يخلق الله الإنسان والمجموعة الشمسية والشعر اليمانية ومجرة درب التبانة وخلايا الدم والإلكترون والبحار والأشجار والبراكين والضوء والصوت والمشاعر والأحاسيس ليلعب سبحانه بل خلق كل ذلك وغيره وفق حكمة بالغة ولأجل مقصد عظيم أخبرني ومما يتجلى فيه اسم الحكيم تباعد ما بين دعاء العبد وإجابة الرب فهو القدير على أن يسرع بالإجابة ويتحقق المطلوب فلا تنزل يديك إلا والإجابة ماثلة أمامك ولكن حكمته اقتضت ألا يحدث ذلك في كثير من الدعوهات تريد أن أحدثك عن شيء من حكمة ذلك الأمر تعال بنا إلى ذلك العبد الفقير الذي يرفع يديه عقب كل صلاة بأن يوسع الله عليه في رزقه فلم تأتهي تلك الساعة بعد تعال لنحاول استكناها الحكمة في ذلك أخبرني عن ذلك المبتهل في محراب العبودية يدعو الله قائما وقاعدا إذا علمت أن الله تعالى أحب منه تلك الدعوات فقد خلق الخلق لعبادته ثم علمت أن الدعاء من أهم العبادات التي ينبغي أن لا تخلو منها حياة العبد ستعلم أن وجود حالة تقتضي دعاء والتجاء أمر محبوب إلى الله لأن عبده في تلك الحالة يكون قد تلبس بأسمال العبودية فاستحق بها هبات الربوبية وقد قال أحدهم لا تحزن إذا أرهقتك الهموم وضاقت بك الدنيا بما رحبت فربما أحب الله أن يسمع صوتك وأنت تدعوه فما هو الفقر أمام زخات الرحمة والرضا التي تهب عليه من كل جانب مع ما ينتظره من أجل الآخرة الأعظم هذا شيء ثم أخبرني عن فقير طلب من الله الغنى فأعطاه إياه وقد علم الله أن ذلك الغنى سيرديه في مهاو الانتكاسة علم أنه سيضغى ويتكبر ثم إنه بعلمه علم أن المتبقي من حياته سنيات يسيرة خمس أو عشر أو قريب منها فما قيمة مليون يضاف إلى حسابه يطغيه ويلهيه ويشقيه ثم تنتهي حياته وقد ابتعد كثيرا عن حياض العبودية وخسر الدنيا والآخرة وهذا شيء ثان ثم اخبرني أيضا عن فقير يطلب من الله الغنى وقد علم الله أن الغنى له في هذا اليوم مهلكة وأنه لا يصلحه اليوم إلا الفقر وأن جائحة ما ستكون بانتظار ذلك الغنى السريع وأن أصلح ما يصلحه أن يتأجل ذلك الغنى شيئا من الوقت حتى يأتيه وقد استقرت تلك الدوامة وقضى زمن تلك الجائحة فيكون المال حينئذ أنفع ما يكون وأبقى ما يكون وهذا شيء ثالث وهناك رابع وخامس وعاشر ولا تكل من تأمل حكمته إلا وتأتي رحمته وقدرته وعظمته وإن ظهرت مع الفقير حكمته فهي كذلك مع المريض والمكروب والمحتاج فلا تظن بالحكيم تخلف حكمته ولا بالرحيم قصور رحمته وأختم بمقولة قالها أحد الأدباء الذين خلطوا في كتبهم الحق مع الباطل وإن كانت عبارته هذه من الحق الذي لا مريت فيه ولله عز وجل أن يمتحن عباده بما شاء من التخفيف والتثقيل ويبلو أخبارهم كيف أحب من المحبوب والمكروه ولكل زمان ضرب من المصلحة ونوع من المحنة وشكل من العبادة تقديرا ومن حكمته سبحانه أنقدر شؤون خلقه تقديرا وحد حدودا لا يمكن لمخلوقاته تجاوزها فسبحانه الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وسيطول بنا المقام لو ذهبنا نستعرض تلك التقديرات العجيبة ولكن سنقفه نيهة مع تقديره سبحانه لأمر حاسة السمع فالسمع كما هو معروف عتبتان دنيا وعليا فالعتبة الدنيا تضمن لك عدم سماع الأصوات المنخفضة جدا والعليا تضمن لك عدم سماع الأصوات المرتفعة جدا تخيل معي لو وجدت لديك القدرة على سماع هذين النوعين من الأصوات بمعنى لو زادت قليلا عتبت السمع فصرت تسمع المزيد من الأصوات المرتفعة والمزيد من الأصوات المنخفضة صدقني لن تغدو حياتك أجمل ستحتاج إلى كمية كبيرة من القطن حتى تحشو بها أذنيك لتخفف من تلك الضوضاء الفضيعة التي لا تسكت أبدا ستغض حياتك كحياة أولئك رجال الذين يعملون في المصانع الكبيرة والذين تزعجهم المكائن بأزيزها والحدائد بصريرها وجلجلة احتكاك البكرات الكبيرة لن تستطيع أن تنام بهدوء بل ستوقظك أصوات الرعود التي تصرخ الآن في مدينة تبعد عن كمئات الأميال بل حتى دبيب النمل ورفرفة أجنحة البعوضة في الغرفة المجاورة ستجعل لحظات الهدوء لا وجود لها في حياتك ليست كل المخلوقات تسمع بدرجة واحدة فإن الكثير من الحيوانات تسمع الزلازل قبل أن تصل إليها بأيام بل وتسمع صراخ الموتى في قبورهم لذلك تجدها تنفر إذا مقتربت من مقبرة ما لهول ما تسمع إذن لا تظن أن حجم ما تسمعه الآن هو شيء طبيعي لا يمكن تجاوزه لا بل رحمة الله هي التي جعلته بهذه الكيفية إن انحصار حاسة سمعك في حدود معينة نعمة عظمى جعلتها الغفلة وكأنها شيء طبيعي لا يستحق التأمل فضلا عن الحمد لمانح هذه الحياة بهذه الطريقة المتقنة فلك الحمد يا من أحكمت صنع خلقك وقدرت ذلك تقديره وعادة ما يلفت الله تعالى خلقه في كتابه إلى ضعفهم ليعلموا قوته وإلى عجزهم ليعلموا قدرته وإلى محدودية تفكيرهم ليعلموا حكمته كنت جالسا في أحد المطاعم أنتظر طلبي أن ينتهي فإذا بشاب مفتول العضلات يدخل وبيده سجارة وهو يتحدث مع نفسه كان منظره ملفتا دخلا إلى موراء الحاجز في المطعم ثم رفع صوته وهو يحاول إقناع شخص يقف أمامه لا نراه وكان متفاعلا جدا في ذلك الحوار الغريب تأكدت عندها أنه فاقد العقل عندما خرج من المطعم وهو لم يزل يتحدث مع ذلك الشخص الذي لا نراه سألت عمال المطعم عنه فقالوا بحزن كان قبل شهرين معافا لا يشتكي من شيء ثم جن فجأة هذا هو الإنسان ثم تراه يتساءل عن حكمة الله في ذلك الأمر وعن سر تشريعه لذلك الحكم لا يملك عقله ويتساءل عن حكمة الخالق الحكيم إحدى قريباتي كبيرة في السن أصيبت بي ألزهايمر فيما يبدو كانت تحبني حبا كبيرا دخلت للسلام عليها فلم تهش لي كما كانت من قبل نظرت إلى أحد الحضور ثم قالت متسائلة من هذا؟ شعرت بفتور يغزو عضلاتي وبغصة البكاء مسكين أنت أيها الإنسان لقيت أحد الزملاء بعد انقطاعي أكثر من عشر سنوات لقيته وقد زاد وزنه كثيرا سألته عن سبب تلك الزيادة المفرطة في الوزن فقال إن الحبوب التي يتناولها هي السبب عقدت بين حاجبي متسائلا عن تلك الحبوب فقال فقال لي بصوت بئيس أنا مصاب بانفصام في الشخصية إن العقل البشري حساس للغاية فهو وإن كان يساعد على تصور العالم إلا أن ضمورا بسيطا أو اختلالا ما يصيبه يجعل الإنسان لا يتصور العالم كما هو بل يصنع له خيالات خاصة بالعالم فيتعاطى مع العالم ومع الناس باعتبار ما يتصوره فيسمي زيدا عمر ويرى السيارة جملا ويضحك إن رأى شيئا يدعو للبكاء ثم الذين كفروا بربهم يعدلون مسكين ومما يصيب هذا العقل البشرية الطعيف ما يسمى بالرهاب وله أشكال فبعض المصابين بهذا المرض يختنق اختناقا حقيقيا في الظلام وبعضهم إن أغلق عليه مصعد في مبنى يشعر بأن الدنيا قد انطبقت عليه والبعض الآخر إن أجبرته الظروف أن يتحدث في حضور آخرين يصيبه دوار وتعرق وحمرار في الوجه ويهم بالسقوط ما هذا العقل الضعيف الذي يتصور أشياء غير موجودة ويشعر بمشاعر ليس لها أي سبب إنه الإنسان ذو العقل الجبار أما الوسواس فحدث عنه ولا حرج فهو من الأمراض التي تصيب هذا العقل الإنساني ألف الإمام بن الجوزي سفرا كبيرا سماه تلبيس إبليس فأتى بالعجائب هناك من يستغرق الساعات في الاغتسال والبعض يعيد صلاته مرات عديدة أيقظت زميلي في السكن الجامعي لصلاة الفجر فدخل دورة المياه وخرجت أنها إلى المسجد مع الأذان تقريبا فصليت سنة الفجر وقرأت ما تيسر من القرآن ثم أقيمت الصلاة بعد وقت طويل فصلينا صلاة مطمئنة ثم بعد الصلاة بقيت في المسجد إلى أن قاربت الشمس على الشروق ولما عدت إلى غرفتي وجدت صاحبي ما زال يتوضأ طرقت عليه الباب وقد حسبته قد مات فخرج مذهولا وسألني هل انتهيت من الصلاة لم يشعر بالوقت وقد مكث ساعة أو تزيد مسكين هذا الإنسان إحدى قريباتي اشتكت لي من الوسوسة التي تصيبها في الصلاة ظننت أنها تكرر التكبير أو تعيد الفاتحة مرة أو مرتين فقالت لي في حزن لا أصبحت أكرر الصلاة بأكملها أربع أو خمس مرات والشك حالة تصيب العقل البشري تجعله يجعل من تصرفات مبعثرة مقدمات منطقية لنتيجة حتمية فيتصل بزوجته مثلا فيجعل من انشغال الخط سببا مقنعا في اتهامها بأنها على علاقة ما برجل والشك يجعل نظر اثنين إلينا وهما يتهامسان مقدمة نتيقن من خلالها بأنهما يحيي كان مؤامرة ما ضدنا وإن توقفنا لحظة إزاء أرقى صور الإدراك البشري وهو اليقين ما هو اليقين؟ إنه شكل بدائي للمعرفة الحقة فأين هو من حق اليقين؟ وأين حق اليقين من عين اليقين؟ إن الحقيقة كما يقول أحدهم سداسية الشكل فإدراكنا لجانب منها باليقين لا ينفي وجود خمسة جوانب أو أكثر مجهولة لنا كلية فلا ينبغي أن نفرح بجزء من الحقيقة في حين أن أجزاء من نفس الحقيقة قد يكون بعضها أهم مما توصلنا إليه لم تزل غائبة عن إدراكنا عقولنا هذه التي يعتريها ما يعتريها مما ذكرناه وما لم نذكره لا تصلح أن تتساءل عن الحكمة في تشريع ما أو في خلق ما فهي أقل من أن تدرك الأمور التي تجري حولها إدراكاً موضوعياً مجرداً حتى تنتقل إلى مسألة الحكمة والغاية من الأمور وبعد هلآن لنا أن نسجد أرواحنا للحكيم الخبير وأن نعلم أن حكمته أعظم من تساؤلاتنا وأنه لا يقدر إلا الأصلح ولا يشرع إلا الأحسن ولا يقضي إلا بما هو خير العليم العليم يطلب مني أن أفتح أي صفحة عشوائية منها ثم أقرأ عن أولئك الذين غبرت على موتهم سنوات ونسيت الحياة ملامحهم ثم يطلب مني أن أتوقف لأتأمل كيف أن الله يعلم كل شيء عن أولئك علمه سبحانه ورد في كتابه مئات المرات سواء بصيغة الاسم أو الفعل من العليم أو الخبير أو السميع أو البصير أو الشهيد وهو معنى يريد الله تعالى من خلقه أن يؤمنوا به وأن يتفكروا فيه وأن ينثروا هالاته في أقوالهم وأعمالهم واعتقاداتهم لأن مسيرهم إليه سبحانه لن يستقيم إلا وفق إيمان جازم بهذا العلم المحيط بكل شيء في الوجود ومطمئن جدا الحديث عن علم الله تعالى ومخيف في ذات الوقت ومحفز للعمل أيضا ولا قوام لحياة القلب إلا باستضلاله بمعاني وهدايات هذا الاسم العظيم نؤمن أن الله يعلم كل شيء ثم لا نتأمل في كلمة كل شيء التي لو أعطيناها دقائق تأملية لأصبنا بالذهول فلنأخذ اسما عشوائيا لنتسلل إليه عبر اسمي العليم ونرى كيف سيذهلنا علم العليم سبحانه وليكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربنا سبحانه يعلم بأنه سيخلق رجلا اسمه عمر بن الخطاب وما زال آدم في طينته ويعلم قبل ولادته بآلاف السنين اسمه وسنة ولادته بل ولحظة ولادته وموته ونسبه إلى آدم وعدد خلايا جسمه وكل رؤيا وحلم سيراه في منامه ومتى سيسلم وعدد أنفاسه في هذه الحياة وما هي المشاهد التي سيراها في حياته وكم كلمة ستتسلل إلى أذنه وكم حرف سيتلفظ به وكم خطوة سيخطوها في الحياة ويعلم أولاده وأولادهم وذراريهم إلى يوم القيامة ويعلم كل شيء عنهم إلى آخرة ويعلم مثل الذي يعلمه عن عمر عن كل إنسان في الوجود بل عن كل شيء في الوجود لأنه العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية لقد سمع كانت عائشة رضي الله عنها في طرف البيت إذ جاءت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما تشكو زوجها فكان الكلام يخفى على عائشة تسمع شيئاً ويخفى عليها شيء وما هو إلا زمن يسير حتى أنزل الله تعالى قد سمع الله قولاً والتي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير فكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول بعد ذلك الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ذعر ما أصيبت به عائشة إذ كيف لصوت بينها وبينه أمتار لم تسمعه ثم يسمعه الله من فوق السبع سماوات إيمانياً المسألة سهلة وكلنا نعلن إيماننا بها ولكن عندما تحدث تفاصيلها بين يديك وأنت تشاهد ذلك لا يمكنك إلا أن تدهش وتخاف وتعلم أنك تحت علم الله المحيط بكل همساتك وأفكارك وخيالاتك إلا يعلمها إذا حل عليك فصل الخريف برياحه الساخنة وبأجوائه الجافة فسر بقدميك أو بخيالك في إحدى الغابات ذات الأشجار المتلاحمة وملايين الأوراق الصفراء تقرر التخلي عن أغصانها لتسقط على الأرض مخلفة خارطة خريفية لا حدود لها في تلك الأثناء ردت القول الحق سبحانه وما تسقط من ورقة إلا يعلمها يعلمها قال ابن المسيب بينما رجل واقف بالليل في شجر كثير وقد عصفت الريح فوقع في نفس الرجل أترى الله يعلم ما يسقط من هذا الورق فنودي من جانب الغيطة بصوت عظيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كل هذا العدد الهائل عند ربك سبحانه عدده ولكن انتظر هل قال الله تعالى يعلم عددها أم قال يعلمها ليس فقط العدد إنه يعلم كل ما يتصل بها من معلومات يعلم حجمها ووزنها يعلم عدد العروق التي فيها وكيفية تفرعاتها يعلم مذاقها وما تحتويه من مواد يعلم كونها ذات عنق أم لائطة أم محيطية يعلم اللحظة التي سقطت فيها بل وقبل ذلك اللحظة التي وجدت فيها يعلمها ثم يقول الحق ولا حبة في ظلمات الأرض أي إلا يعلمها كذلك ثم يقول جامعا كل ما نتخيل وما لا نقدر على تخيله ولا رطب ولا يابس وهل الكون بكل مجراته وذراته إلا رطب ويابس كل شيء نعم كل شيء يعلمه سبحانه السلف كان علم الله تعالى هو أكبر ما يسيطر على خيالات السلف الصالح ويرتب نظرتهم إلى الحياة ويشجعهم على العمل للآخرة والخوف الذي يقترب من الهلع من الله تعالى فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من خلصت نيته كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس ومن تزين للناس بغير ما يعلم الله من قلبه شانه الله عز وجل إنك تعبد ربا يعلم ما في القلوب ولا بد والحالة هذا أن تحذره وتضاعف فكرة مراقبته في نفسك لأن ربا يحيط بخفايا نفسك لا تصلح معه الأعمال التي نشوبها بحظوظ أنفسنا وبنظرتنا القاصرة لهذه الدنيا الفانية ثم إن إيمانك بعلمه سبحانه يسر عليك دعاءه والدعاء أرقى درجات العبادة وقد جاء في الحديث الدعاء هو العبادة فكيف يمكنك أن تدعو من لا يعلم بك وأنت تدعوه ولا يعلم بمقدار حاجتك إليه ولا يعلم بقدر التوحيد الذي انطوى عليه قلبك قال فضيل بن عياض لرجل لا أعلمنك كلمة هي خير من الدنيا وما فيها والله لئن علم الله منك إخراج الآدميين من قلبك حتى لا يكون في قلبك مكان لغيره لم تسأله شيئا إلا أعطاك فالخطوة الأولى لإحسانك في عبادتك وإخلاصك في دعائك هي أن تعلم أن الله يعلم يسير يقول تعالى ألم تعلم أن الله يعلم توقف قليلا ولا تكمل الآية وحاول أن تتخيل ما الذي يعلمه كل شيء تتخيله سيكون أقل مما جاء في الآية الكريمة لنكمل قراءتها ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض كل شيء في السماء والأرض أشياء وأعمال وخيالات وأفكار وماض وحاضر ومستقبل كل شيء في السماء والأرض يعلمه كل خلية في جسدك يعلم كل شيء عنها كل ذرة في الكون يعلم تاريخها وسيرتها الذاتية بالتفصيل أرأيت هذا القدر العظيم من العلم يقول تعالى عنه إن ذلك على الله يسير لم يكلفه شيئا لأنه العليم الذي لا ينتج علمه عن تعلم وإنما هو عليم بذاته لا يمكن لمعلومة أن توجد دون أن يكون لديه علمها قبل وأثناء وبعد وجودها حتى علامة التعجب هذا علم سبحانه اللحظة التي ستقع عينك عليها تاريخ ابن كثير لصديق متأمل لا أحصي المرات التي يحدثني فيها عن اسم الله العليم هناك شيء غريب يشعر به صاحبي حيال هذا الاسم العظيم في إحدى تأملاته يحدثني عن تاريخ البداية والنهاية لابن كثير ويطلب مني أن أفتح أي صفحة عشوائية منه ثم أقرأ عن أولئك الذين غبرت على موتهم سنوات ونسيت الحياة ملامحهم ثم يطلب مني أن أتوقف لأتأمل كيف أن الله يعلم كل شيء عنهم فعلم الله لتفاصيلهم لا يقل عن علمه بتفاصيلنا نحن الأحياء وبملامحنا وأصواتنا وأحاديثنا وذهابنا وإيابنا أولئك الذين كانوا ضمن الجيوش الفاتحة أولئك الذين ماتوا أيام الحصار ولم يتمكن المؤرخون من إحصائهم ولا من تدوين أسمائهم كل شيء عنهم معلوم ومسجل لدى الذي لا تخفى عليه خافية ومرة من المرات فتح لي صديق المتأمل صفحة من إحدى برامج الخرائط ثم قربها حتى ظهرت لنا سيارة في إحدى الشوارع العامة فإذا به يسألني هل أعلم شيئا عن قائدها كانت الإجابة بالنفي فقال لي لكن الله يعلم اسمه واسم أبيه وموقع بيته ومعاناته وعدد أبنائه وأسماء أقاربه ومقر عمله وأخذ يطلو التفاصيل المذهلة عن علم الله بهذا الشخص المجهول لنا هناك طمأنينة نعم هناك طمأنينة تعم كيان المؤمن حين يتيقن أن ربه بكل شيء عليم عندما يعلم ربك ووليك وحاميك والمدافع عنك كل شيء في وجودك فممن تخاف وعلى ماذا تحزن ولماذا تهتم فكل قلق يساورك يعلم أسباب وجوده وطرق ذهابه وكل حزن ينكد عليك يعلم حجم آهاته وقهر نبضاته وكل مرض أقض مطجعك يعلم سر دائه ونوع دواءه مريح جدا ومطمئن جدا إيمانك بعلم ربك إنك لن تحتاج في دعائك له أن تسرد كل التفاصيل يكفيك أن تقول يا رب ارفع عني ما أصابني لأنه لا أحد أعلم منه بما أصابك ولا بكيف يرتفع عنك هذا المصاب مؤنس جدا أن تركن إلى رب يسمع دعواتك في الليل ويرى خطواتك بالنهار ولا تخفى عليه منك خافية ولا مما يحيط بك ولا مما يدبر لك ولا مما يراد بك ومما يعزز شعور الطمأنينة عند رؤيتك لما تظنه من منغصات الحياة ومكدراتها ثقتك أنها إنما وقعت بعلمه الكامل وحكمته التامة يقول تعالى في ثلاثة عشر موضع من كتابه والله عليم حكيم حتى تملأ قلبك بمعناها وأن كل شيء يحدث إنما يحدث بعلم لا تفوته الخفايا وحكمة لا تدرك غورها البرايا خبرني عن شعورك وأنت تقرأ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ في السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا قَدِيرًا فعلمه بكل شيء يوازي قدرته على كل شيء افتح خانة في قلبك واستعرض أصعب ما يمكنك تخيله ثم قرأ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ ليس هناك شيء تريد أن تكتبه في قائمة المستحيلات إلا وهناك علم وقدرة يمكنه ما جعله في خانة الممكنات وَهُنَاكَ ذُعْرُ وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ ومن هذه الأشياء التي يعلمها أفعالك القاتمة ومغامراتك الصبيانية وخيالاتك النزقة تلك الشوائب التي لا يفرحك أن يطلع عليها الله بل يخيفك أن يطلع عليها الله بل يرعبك أن يراها عليك الله فتأتي آيات الكتاب الحكيم لتنزع ذلك الرعب وتخبرك أنه بقدر علمه يكون حلمه والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما فهو وإن كانت خطراتك أيسر ما يعلمه ويحيط به إلا أنه حليم فلا يبادرك بالعقوبة ولا يسارع سبحانه بالانتقام بل يحلم ويرحم ويغفر ويتجاوز ما أجمل وأعظم الرحمة والمغفرة التي يختم بها بيان علمه بكل شيء يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور إنها الراحة التي لا تشبهها راحة والهدوء الذي لا يقاربه هدوء بل إنه يحذرنا من علمه ثم يطمئننا بحلمه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم كم من ذنب ندى عنا ثم نحن نتلفت ونترقب العقوبة فإذا بالرحمة تدهمنا وتغير مسار حياتنا إن الأقل من أعمالنا وتجاوزاتنا هو ما يهذبه الله بالعقوبة أما الأكثر والأوفر فيطفئه برحمته وحلمه وعفوه لأنه العليم الحليم والغفور الرحيم أليس سبحانه القائل ويعفو عن كثير ما أجمل الحلم بعد العلم لأن علم الإنسان ببواطن الناس يستغضبه ويحنقه أما علم الله سبحانه فلا ينقص من حلمه ورحمته شيئا قاع البحر وبعد أن فتحنا نافذة على شيء من علم الله لنفتح نافذة أخرى على شيء من جهل الإنسان لندرك كيف أن ربنا عليم خبير سميع بصير يقول تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء ولكن الإنسان الضعيف لا يعلم الغيب لهذا فهو لا يستكثر من الخير ويمسه السوء ليل نهار ذلك الذي تعثر بصخرة ما لو كان يعلم أن تلك الصخرة ستسبب تعثرة ألن يتفاداها والآخر الذي سقط في حفرة ما لو كان يعلم بوجود تلك الحفرة في طريقه ألن يأخذ حذرة لا يعلم الغيب لا يعلم الغيب لذلك هو يسقط ويتعثر ويخفق لو علم الذي وقع في حادث ما بإمكانية وقوع ذلك الحادث قبل وقوعه بثوان لأمكنه تفاديه ولكنه لا يعلم شيئا والله يعلم وأنتم لا تعلمون لو كان يعلم فرعون أن البحر سينطبق عليه في ذلك اليوم هل كان سيجازف بحياته هو وجيشه فيموت تحت قاع البحر والأسماك تشاهده وقد تماها لون وجهه مع لون تراب البحر الرمادي ولو علم القارون أن داره سيخسف بها في صبيحة ذلك اليوم ألم يكن سيبحث عن دار أخرى يبيت فيها مع أني على يقين أنه لو صعد إلى أعلى جبل في مصر فسيخسف الله بذلك الجبل لأن المشكلة ليست في الدار وإنما في صاحب الدار يقول تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت صديقي يحدثني عن والده يرحمه الله أنه سافر لتأدية واجب العزاء فمات بحادث سيارة وهو في طريقه لم يكن يدري أنه يقوم بواجب الموت لا بواجب العزاء رحمه الله كل من قتلوا على وجه الأرض منذ فجر البشرية إلى اليوم لو علموا بأنهم سيقتلون في ذلك اليوم كانوا سيغيرون شيئا من جدولهم اليومي ولكنهم يجهلون نؤمل آمالا ونرجو نتاجها وآجالنا مما نرجيه أقرب الإنسان ذلك المكشوف الإنسان بكبريائه وغروره يصدمه القرآن بأن كل شيء فيه مكشوف وأنه لا وجود للخفايا والزوايا في حياته لأن ربه يعلم عنه كل شيء ويبصر كل شيء ويسمع كل شيء فهو العليم السميع البصير هو يعلم سبحانه الآفاق التي تبدو لك من بعيد والعالم الذي خلفته وراء ظهرك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم كل شيء تسير باتجاهه يعلمه قبل أن تقرر أن تسير باتجاهه يعلم تلك الأمكنة التي ستزورها والأوجه التي ستلتقيها ويعلم الأيام التي ستعيشها والأزمنة التي ما زالت تنتظرك مفاجآتها كلها بين يديك أمامك ويعلم ما خلفك ذكرياتك وطفولتك وصباك وكل مكان وشخص وفكرة وخاطرة باتت من الماضي وأودعتها صندوق ذكرياتك بل ويعلم كيف سيكون ماضيك وحاضرك ومستقبلك لو أن تغيرا يسيرا طرأ عليك وهل في الحياة إلا ما هو أمامك أو وراءك هذا معنى الإحاطة يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يتمنى أصحاب الجحيم العودة إلى الدنيا لتغيير مسارهم والأوبة عن كفرهم وفجورهم فيقول الحق تعالى ولو ردوا لعادوا فهو يعلم كيف سيكون حالهم لو أنه قدر لهم أن يردوا إلى الدنيا سيعودون إلى سابق عهدهم من الكفر والفجور ثم تعال إلى تلك الخيالات التي تطوف بعقلك وتلك الهمسات التي تبديها بحذر تلك الفطفضات التي تظنها بلغت من الخفوت قدرا لا يمكن لأذن أن تصل إليها ولا لجهة أن تدرك فحواها كلها مكشوفة وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ يقول الإمام القرطبي يعني ألا يعلم السر من خلق السر أرأيت تلك الخارطة التي حوت أيامك وأحلامك وجعلت صدرك صندوقا وكنا لها إنها مكشوفة بكل تضاريسها لمن يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون أفصح أو لا تفصح فليس ما تفصحه إلا جزءا يسيرا مما تنطوي عليه نفسك إن نفسك لتقف بكليتها أمام علمه مكشوفة مفضوحة وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى السر نعلمه ولكن ما هو الأخفى من السر إنه كما يقول المفسرون الوساوس تلك التي لم تبلغ حد الفكرة ومضات خافتة لا تكاد تظهر يعلمها سبحانه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الفتاح وهذا الإمام المحدث الذهبي رأى أحد العلماء خطه فقال إن خطك شبيه بخطوط المحدثين فحبب الله إليه الحديث فصار إمام عصره في الحديث الدنيا حقل عظيم ممتلئ بالأقفال ممتلئ بخيبات الأمل والإحباطات المتوالية بل إن التوقعات حول تعسور الأمور وتعقد القوايا من حولك مرتفعة جدا ولكن الفتاح العليم سبحانه يفتح مغاليق الأمور ويذلل أصعاب الحياة ويجعل المستحيل ممكن فبيده سبحانه مفاتيح الفرج فلنطالع سويا شيئا من معاني هذا الاسم العظيم ولنرى كيف كانت ستكون الحياة مكتظة بالقلق لولا الفتاح سبحانه البشرى يقول الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها إذن فالرحمات تفتح لتتدفق علينا وتملأنا بالحياة إذا أردت رحمة خالدة دائمة لا تنقطع فاطلبها منه سبحانه وتذكر فلا ممسك لها فقط الذي عليك فعله وحيا لها أن تكللها بشكره فشكره سبحانه شرط من شروط بقاء هذه الرحمات والنعم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم إن شكر لا يضمن بقاء الرحمة فحسب بل ويتكفل بزيادتها ولكن أسمعت بقانون البشرى إن من سنن الله التي ارتضاها وأرادها أن يبشرك برحمته قبل أن تصلك أن ينعش قلبك المفؤود ونبضك المكدود بين سمات البشرى التي تستيقظ مشاعرك على طرقاتها الخافتة فيأتيك يقين أن تحقيق الحلم قد بات وشيكا وأن ارتفاع الضر قد صار قاب قوسين أو أدنى يقول سبحانه وهو الذي أرسل النياح بشرا بين يدي رحمته فهذا تمظهور واضح لهذا القانون فهو سبحانه لا يرسل الرحمة وحدها بل يرسل قبلها البشائر التي تهيئك لتقبل تلك الرحمات وتلقي تلك البركات ثم بعد أن تهب تلك النسائم تبدأ الفتوح بالانهيال عليك من كل جانب وتستغرب كيف حدثت كل هذه الأمور مع أنك بالأمس القريب كنت قد أقنعت نفسك باستحالتي أن يتم هذا الأمر فتوحات العلم ومن أنواع الفتوح التي يمن بها الفتاح على بعض عباده فتوح العلم فيفتح سبحانه من العلم وفي العلم وللعلم وأما فتحه من العلم فقد كان ابن تيمية رحمه الله تعويص عليه بعض المعاني القرآنية فيقرأ في بعضها مئة تفسير فلا يهتدي للصواب فيخرج للبرية ويمجع وجهه في التراب ويبتهل يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني فتنهال عليه فتوح العارفين ويهتدي للقول الحق لذلك فإن أثر تلك العطايا الإلهية بادية فيما يكتبه هذا الجهبذ عليه رحمات الله تترى فهذا كما ترى فتح من العلوم خاص لم يجده فيما رقمه الأولون ولا فيما سطره المفسرون وأما الفتح الذي في العلم فقد يكون الرجل منصرفا لعلم ما بآلة ضعيفة فيه فيفتح الله عليه فيما بعد أن يكون مستغلقا عصيا ومن أشهر الأمثلة لهذا النوع الربيع المرادي رحمه الله فقد قيل إنه كان ضعيف التصور للمسائل وإن الإمام الشافعي كان يعيد له المسألة كثيرا حتى يفهمها وقد قال له مرة يا ربيع لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك إياه وما تصرمت السنوات حتى فتح الله عليه في الفقه فبات أشهر فقهاء المذهب الشافعي بل يعد المقدم فيه بشهادة الإمام الشافعي نفسه وقد حدثت عن بعض جهابذة الحديث في زمننا أنه كان لا يكاد يستطيع أن يحفظ حديثا بل قد كان أضعف أترابه في هذا الباب فاعتكف في أحد المساجد لا يدعو الله إلا بأن يفتح عليه في العلم قال فما قضيت اعتكافي ذلك ودعوهتي تلك حتى صرت لا أسمع بحديث إلا وينتقش في ذهني وأما الفتح للعلم فقد كان إمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي منشغلا بالشعر ففتح الله عليه بكلمة قالتها له عجوز فهداه الله بها لعلم الشريعة وأنعم به من علم سمعته يقرض الشعر فقالت له إن الشعر يزين به فتى ويقبح به كهلا فقال وما الذي يزين به فتى وكهلا فقالت الفقه فانصرف إلى الفقه فصار عالم الدنيا بل لقد ابتكر علم أصول الفقه وقد كان مسائل منتثرة لا ينتظمها نظام فشكل منها علما شاد بنيانه وأسس كيانه رحمه الله وهذا الإمام المحدث الذهبي رأى الإمام البرزالي وخطه فقال إن خطك يشبه خط المحدثين فحبب الله إليه الحديث فصار إمام عصره في الحديث وهذا لا يأتي إلا بفتح رباني وتوفيق من الله عظيم فتح الدعاء ومن غرائب الفتوح أن يفتح الله عليك في ذكره وحمده ودعاءه وللفتح في الدعاء صورة أن يفتح لك في باب الخشوع والإخبات فتغشاك وأنت تذكر وتدعو مشاعر خاصة يعرفها المجربون تذوب إزاءها جميع رغباتك وتتلاشى كل كرباتك وتود لحظتها أن تختصر ساعات عمرك وسنوات حياتك في تلك المشاعر الخاصة التي تحيلك إلى واقف بين يدي الجبار سبحانه تبتهل إليه وكأنك تراه وهي من اللحظات النادرة في عمر الإنسان وحري بمن استشعرها أن تكون إجابة دعواته أقرب إليه من شراك عليه وكأني ألمح هذا المقام الدعائي الرفيع في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ذلك الدعاء الذي نهالت فيه دموعه وسقط فيه رداؤه وغمرته نفحات كادت أن تنسيه وعد الله له بأن ينيله إحدى الطائفتين حتى جاء أبو بكرنا الصديق مذكرا له بذلك الوعد فإذا ما ذقت هذا الذوق واستشعرت هذا الشعور في لحظة فريدة من لحظات عمرك فانصرف إليها بكليتك فلا أعظم منها فهي العبادة المحضة والقرب الخالص منه سبحانه وعليك بأن تنسى الدنيا تماما وأن تؤجل جميع مواعيدك وأن تلغي كل أمورك المهمة وغير المهمة فأنت لحظتها في أهم ما يمكن تصوره وأعظم ما يمكن تخيله أما الصورة الثانية فهي أن يفتح الله عليك من محامده في الدعاء والثناء عليه ما لم تكن تعلمه من قبل وما لا يمكن للغتك أن تصنعه ولا أظن مثل هذا النوع من الفتوح يلق في صورته الكاملة بأحد إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف واحد وهو عند سجوده تحت العرش في يوم العرض الأكبر فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يفتح عليه من المحامد ما لم يكن يعلم فلعل أسماء لله حسنى لم يكن يعلمها وصفات من صفاته العلا لم يكن يدريها وأفعال من أفعاله العظمى لم يكن يدركها من قبل أوحى إليه بها في ذلك المقام المهيب فحمده بتلك الأسماء والصفات والأفعال فكانت المنة من ذي المنة والفتح العظيم من الفتاح العليم أما في صورة الجزئية فالرب كريم فقد يفتح على عبد في دعاء بجمل وكلمات ودعوات لو حاولها بقريحته لم تتيسر له ولكنها اندفعت من لسانه وفاض بها جنانه فتحا ووهبا وعطاء بكاء نووي ومن أعظم ما يفتح الله به على العبد أن يجعله مقبلا على القرآن تلاوة وحفظا وعملا وكلما زادت الصوارف زاد معنى التوفيق والتيسير في هذا الأمر ومما يذكر قول ياسين المراكشي عن الإمام النووي وهو صبي صغير يقول رأيت النووي وهو ابن عشر سنين والصبيان يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحال فوقع في نفسي محبته ولا أحتاج أن أخبرك ماذا صار بعد هذا الصبي المتعلق بالقرآن وما هي البركات التي خصه الله بها فيما بعد ونظرة منك لكتبه المباركة مع عمره القصير لتجعلك تدرك شيئا من هذه الفتوح ولا حاجة لاستدعاء أمثلة بعيدة فإنه يمكنك أن تدخل أي مسجد بعيد صلاة العصر أو المغرب ثم تنظر إلى فتيان في عمر الزهور قد عكفوا على حفظ كتاب الله ثم اخرج وانظر إلى من هم في أعمارهم أو أكبر أو أصغر منتثرين في الشوارع يلعبون لتعلم أن الله يصطفي لكتابه من أراد من عباده ويفتح لمن شاء ما شاء من أمور الخير والعلم فتوح الغرائب ومن الفتوحات الربانية أن يعطيك الله العطاء بكيفية لا يعطى ذاك العطاء في العادة بتلك الكيفية فمن ذلك أن تعطى عطاء في مدة وجيزة لم ينله غيرك إلا في مدد متطاولة وقد قيل إن الزمخشرية صاحب الكشاف في التفسير جاور في مكة وشرع في كتابة تفسيره وهو في معترك المنايا ودقاقة الرقاب كما يقال ما بين الستين والسبعين فكتب في ثلاث سنوات ما يكتب مثله في ثلاثين سنة يقول رحمه الله ووفق الله وسدد ففرغت منه في مقدار مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان يقدر تمامه في أكثر من ثلاثين سنة وما هي إلا آية من آيات هذا البيت المحرم وبركة أفيضت علي من بركات هذا الحرم المعظم وقد أخبرت من الثقات عن عالم من علماء هذا العصر وقاضي من قضاة المدينة النبوية أنه حفظ القرآن الكريم في صباه في شهر رمضان وهذا مما يصعب تصوره إلا إن أدخلنا في المعادلة قانون الفتوحات الإلهية التي تأتي ممن هو على كل شيء قدير وأنا أشهد أني لم أرى مثل حافظته فقد كاد بارك الله له أن يحفظ كل شيء في الحياة ليس العلم فقط بل كل شيء زاده الله علما وبركة ومن ذلك أن تعطى عطاء تاما في ظروف غير تامة ولعل قصة تأليف الإمام بن القيم لسفره العظيم الذي لم يؤلف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مثله وأعني به زاد المعاد في هدي خير العباد خير مثال على هذا النوع من الفتوحات فقد ألفه في طريق السفر وهو مكدود الخاطر مشتة العزيمة بعيد عن أهله وعن كتبه يقول رحمه الله وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره مع البضاعة المزجاة التي لا تنفتح لها أبواب السدد ولا يتنافس فيها المتنافسون مع تعليقها في حال السفر إلى الإقامة والقلب بكل واد منه شعبة والهمة قد تفرقت شذر مذر والكتاب مفقود ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجود ومع ذلك فإن أنوارا ما تغمرك إذا ما قرأت ذلك السفر المبارك تكاد تجزم أن روح القدس أو غيره من الملائكة كان حاضرا بأمر من الله تعالى أثناء تصنيفه وتأليفه يذكر الإمام بالمسائل ويزين له بعض الفصول ويقرب منه مفاتيح الوصول ومن ذلك أن ترجو عطاء فيعطيك الله ما هو أعظم منه ويقال في ذلك إن الحفظ بن حجر رحمه الله أراد عند ذهابه للعمرة أن يعمل بالحديث الشريف ماء زمزم لما شرب له فشرب من ماء زمزم ليكون مثل الإمام الذهبي في الحديث يقال فكان مثله وزاد عليه فانظر كيف أن إرادة الله لهذا العالم الجليل كانت أعظم من إرادته لنفسه ومن أغرب وأعجب الأمثلة لهذا النوع قصة سيدنا موسى عليه السلام فقد رأى نارا فذهب إليها يريد النار لا غير يريد منها جذوة واصطلاء وما وقع في نفسه ولا دار في خلده أن الله سيعطيه ما هو أعظم من النار وما هو أجل قدرا من كل المطلوبات سيعطيه نعمة كلامه كفاحا بلا ترجمان ونعمة النبوة والاصطفاء ونعمة أن يكون أحد أعظم خمسة في تاريخ البشرية أراد الاصطلاء فنال الاصطفاء فأين جذوة النار من هذه العطايا وهذه المزايا وهذه الهدايا وصدق المولى حين قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها مواهب الفتاح ومما يصنعه الفتاح لأوليائه أن يكسوهم بالمهابة وأن ينشر لهم الذكر الحسن في الناس وأن ينزل حبهم في قلوب الناس فلا يراهم الرائي إلا أحبهم ومن أجمل ما عبر به عن هذا النوع الجليل من الفتح أبيات لا أمل من تردادها ولا أكاد أتذكرها في وقت من الأوقات إلا وأكررها عشرات المرات استشعارا لمعناها واستلزازا بمبنائها فإذا أحب الله باطن عبده ظهرت عليه مواهب الفتاح وإذا صفت لله نية مخلص ما للعباد عليه بالأرواح فمواهب الفتاح هذا تتراء للناس دائما في نوع من عبيده خامل الذكر لا يكاد يعرفهم من الناس أحد يشبهون أويسا القرني خير التابعين بشهادة أصدق البشر صلى الله عليه وسلم يقول عنه أحدهم ما معناه كنا نسمع الكلام من أويس ومن غيره فإذا ما سمعناه من أويس تخايلنا له نورا وهذا من مواهب الفتاح سبحانه ومن مواهب الفتاح ما رأاه ابن مسعود في وجه ربيع بن خثيم حتى قال له لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك ومن أعظم تلك المواهب ما رآه عبد الله بن سلام في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما رآه فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب يخبرني أحدهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه قال فقمت من النوم وأنا أقول بلا شعور كيف استطاعوا أن يكذبوه وليست هذه المواهب منحصرة في مخايل بشر تظهر في الوجه بل قد تكون نورا في المنطق أو تيسيرا للأمور عجيبة وأنا أعرف رجلا قريبا لي اهتم بأرامل وأيثام اهتماما بالغا فكان يقف على شؤونهم وينهي أمورهم ويراجع بهم في المستشفيات ويوصلهم للمدارس فوالله إني رأيته بعد وقد كبر أولئك الأيتام ولا يكاد يزغر دائرة أو يراجع جهة أو وزارة إلا وتنجز أمور تعقدت على غيره كثيرا ولعل ذلك من الفتوح التي وهبه إياها الله لسعيه على أولئك الأيتام والأرامل وليس هناك مجال في هذه الحياة إلا ولفتح الله فيها نصيب ولكننا حاولنا أن نأتيها على جوانب لم نتطرق إليها في كثير من فصول هذا الكتاب لأنها تمس هذا الاسم بمساس لطيف وهي جوانب العلم والإيمان والمعرفة أسأله سبحانه أن يفتح على من يقرأ هذه الكلمات من فتوح العارفين وأن يجعلهم ممن تهب عليهم نسمات رحمته وفضله وأن تظهر عليهم مواهبه اللدنية إنه جواد بالأعطيات كريم وفتاح للرحمات عليم القدير إن الأشياء التي يصنعها الله لم تمر بمسرح خيالاتنا سواء كان خيال الممكن أو الصعب أو المستحيل فعال لما يريد هكذا قال الله تعالى عن نفسه فكل ما يريده إرادة كونية سيكون لأنه يفعل كل ما يريد لا راد لمجيئته ولا معقب لحكمه ما أعظم هذه العقيدة التي تجعل رأس المؤمن بها شامخة فربه قدير فعال لما يريد فليس بينه وبين أن تتحقق أمامه المعجزات سواء يريد الله أن تكون فيطرق باب هذه الإرادة بالدعاء والابتهال والتضرع ثم ينتقل من عبادة الدعاء إلى عبادة انتظار الفرج أما سحابة القنوط فيستحيل أن تمر بسماء فكره لأن ربه قدير ماء لا ينسكب ودلائل القدرة الإلهية مشاهدة في كل زوايا الكون والنفس والحياة فليس سوى القدرة التي جعلتك تتكلم وترى وتسمع وإلا فقد خلق الله مخلوقات لا ترى وأوجد كائنات لا تسمع وقدر على بعضها ألا تتكلم فالقدرة جعلتك هكذا وجعلت تلك المخلوقات هكذا ولكن من عادة الإنسان أن لا يبصر القريب ولا يبهر بالمعتاد وإلا فكيف لا تذهله تلك الكواكب السيارة وتلك النجوم المضيئة كيف لم يخطر بباله أن يتأمل أرضا عظيمة الحجم شاسعة المساحة غالبيتها ماء لا ينسكب كيف لم يحرك وامن إحساسه ذلك الجمال في خضرة الأشجار ونضرة الفاكهة وشذى الورود إن الكون كتاب مفتوح لتجليات قدرة العظيم سبحانه تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على قصب الزبرج لشاهدات بأن الله ليس له شريك وانظروا فسأله بماذا غفر لك فقال بأبيات كتبتها ووضعتها تحت وسادتي فذهب ووجد هذه الأبيات وعلم ذلك عند الله ولكن الله غفور لا تستغرب منه المغفرة ورحيم لا تستبعد منه المعذرة أرض المدهشات إن شفاء المريض أو معافاة المبتلى أو كشف كربة المحزون من أهون ما قد تمسه قدرة الله سبحانه وأيسر ما يمكن لقدرة الملك سبحانه أن ترفعه وتجعله كأن لم يكن فقد وصف الله في كتابه الكريم ما هو أكبر من هذه الأمور قدرة وأغرب منها تحقيقا وأبعد منها إمكانا بأنها أمور هينة فعندما استبعد زكريا عليه السلام أن يرزق بولد وقد بلغ من الكبر ما بلغ ومرأته فوق ذلك عاقر وهذا في معهودات الأمور وطبائع الأحوال من أغرب ما يكون فقال القدير سبحانه قال كذلك قال ربك هو علي هين وتقديم الجار والمجرور علي على متعلقهما هين يشي بأن ذلك من العسير والصعب بل والمستحيل على غير الله تعالى ولكنه عليه هين ولما استعظمت مريم عليها السلام أن ترزق بولد من دون أب قال سبحانه قال كذلك قال ربك هو علي هين فأين شفاء مريض أو معافات مبتلى من خلق إنسان بلا أب فلذلك لابد من استحضارك عندما تمد يديك داعيا في حاجتك أنك تدع القدير على أن يخلق المعجزات وأن يحقق المستحيلات وأن يوجد المدهشات أتعجب من شخص يمد عينيه إلى السماوات ويضرب برجليه على الأرض ثم يستبعد أن يشفي الله مريضه أو أن يرفع بلاءه أو أن يحقق مراده يقول تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس تأمل خلق الناس وليس شفاء الناس الذين خلقهم ولا رفع بلاء أو تحقيق رجاء فبما أنه قد خلق الأكبر والأعظم فكيف تتردد في أن تسأله الأصغر والأهون إن كل نجم يسبح في أجواز الفضاء لدرس في القدرة وكل مجرة تقطع مسافات هذا الكون الشاسع لصرخة في ضمير الإنسان أن خالقه ذو قدرة لا حدود لها وكل مستوى من مستويات الإدراك لأعماق هذا الكون الفسيح إيقاظ متكرر لمعنى قدرة الرب الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يقدر سبحانه على كل شيء ليس هناك ما لا يمكن أن يفعله الله عجزا لكن المهم في هذا السياق أن يمتلئ قلبك يقينا وإيمانا بقدرته وأن لا تطرق باب قدرته بيد مترددة أو يد مختبرة أطرق بابه بيد كيد موسى عندما ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأتساءل ما الذي يجعل العبد لا يمتلئ قلبه يقينا بقدرة من أوجده من عدم وأغدق عليه بالنعم أبعد أن قدر على إيجاده وإيجاد هذا الكم الهائل من المخلوقات يكون رفع اليدين إليه بالدعاء على وجه التشكك والتردد وبطريقة المختبر للمستيقن إن الله عزيز لا يعطي أولئك الذين لا يثقون بقدرته وبأنه الله يتركهم حتى تشبع منهم الأوجاع أو يشبع منها وفي اللحظة التي يدركون فيها أنه هو الحق المبين وأنه وحده القادر على أن ينزعهم من مستنقع البلاء لحظتها يفتح عليهم أبواب عطاياه بماء منهمر أما وما زال القلب متشعبا في وديان الظنون والتهيؤات فهيهات وانشق القمر وتذكرنا آية اقتربت الساعة وانشق القمر بشيء من قدرة الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فقد اجدمع كفار قريش ذات يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم ليطرحوا عليه عرضا جديدا واقتراحا عجيبة مسكينة عقولهم فقد ظنت أنها ابتكرت طلبا يعجز رب محمد جل وعلا وينهي ما كانوا سمعوا بعضه من قدرة الله وجبروته فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن شق ربك القمر آمنا بك لقد وصلت عقولهم إلى الغاية في البعد وأتوا بما يصعب غاية الصعوبة أن تتخيله أو تتوقعه العقول البشرية وهي انشقاق هذا الجرم الهائل انشقاقا يبصر من على الأرض فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أشر إلى القمر ليروا بأعينهم قدرة القدير وعظمة العظيم وجبروت الجبار فسألهم إذا شققت لكم القمر هل تؤمنون بي؟ فقالوا نعم وكيف لا يقولون نعم وقد طلبوا أمرا إيمانهم وما فوق إيمانهم يقر باستحالته فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده فإذا بذلك الخيال المتجاوز قوانين الخيال يغدو حقيقة وإذا بهم يبصرون القمر وهو ينشق ويغدو نصفين أحدهما فوق جبل أبي قبيس والآخر فوق جبل قعي قيعان مسكين أنت أيها الإنسان إذا ما تحديت قدرة الملك سبحانه ستغدو هباءة ينفخك طفل مؤمن بالله يلهو وقت الأصيل القمر هذا الجرم البالغ العظم لا شيء بإزاء قدرة خالقه سبحانه نسفا ينام الكافر ذات ليلة ويستيقظ وقد تبلور في نفسه تساؤل ظنه سيجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتراجع عن دعوته الجديدة وعن دينه الجديد سؤال ظنه سيجعل النبي صلى الله عليه وسلم يغير في استراتيجية دعوته فيقدم بعض الأمور ويؤخر بعضها بناء على الإحراج الذي سيبعثه هذا التساؤل المحير ما رأيك في الجبال يا محمد وما الذي يقدر أن يفعله ربك إزاءها وهي العظيمة الشاهقة الشامخة فالجبال هذه المخلوقات التي يتضاءل بإزائها الإنسان ويغدو ذرة بلا حجم وبلا قدرة ماذا سيفعل بها الله يوم القيامة لقد ظن ذلك العقل الكافر أن الله تعالى وعز بقدرات بشرية ولكنها أرقى قليلا فهو يستطيع على أمور ولا يستطيع على أخرى ومن تلك الأخرى هذه الجبال الراسية تساؤل تعتقد النفس الكافرة وجاهته بينما تنظر إليه النفس المؤمنة وهي تغالب الضحك فإذا بالجواب يأتي من الله مباشرة ليجتث ذلك الجهل والغرور من جذور جذوره فقولوا الحق سبحانه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وهكذا دخلت هذه الآية على عقولهم البدائية جدا فأطفأت النور ثم فتحته فإذا بتلك الجبال قد غدت هباء منثوره نسفا يا لعظمتك يا الله لم يقل يهدمها أو يطيح بها فالهدم والإطاحة لا تضمن التفتت التام بل قد تبقى هناك صخور ومرتفعات قائمة تحت أنقاض الجبل ولكن النسف يجعل العقل لا يتخيل غير غبار الجبل المنهار إن القرآن يستكشف أقصى غاية في عقول أولئك المعاندين فتكون الإجابة وفق ما هو أبعد من تلك الغاية مما يضمن أن تشرب تلك الأرواح المعاندة جرعة الصغار كاملة إنها قدرة الحق المبين التي تغدو متواضعة جدا أمنياتنا وأحلامنا إذا ما قارناها بها وبما يفعله سبحانه بكلمة كن العجيبة ما وراء المستحيل من غريب قدرة الله تعالى أنها لا تتوقف عند الأشياء التي نظنها مستحيلة أو صعبة بل قدرته في الصنع تشبه إبداعه في الخلق إن الأشياء التي يصنعها الله لم تمر بمسرح خيالاتنا سواء كان خيال الممكن أو الصعب أو المستحيل كانشقاق البحر فلا ملك مقرب ولا نبي مرسل خطر بباله أن الانشقاق شيء يستحيل أن يحدث للبحر لأن الخيال من المستحيل أن يتخيل مثل هذا الأمر فانشقاق البحر ليس مستحيل الوقوع فقط بل مستحيل التخيل فهو فوق طاقة البشر في التخيل ومع ذلك ينقله الله من خانة عدم التخيل إلى خانة الوقوع لأنه القدير سبحانه الذي قدرته ليست غير قدرة البشر بل غير ما يعرفه البشر عن القدرة قل مثل ذلك فيما حدث لبني إسرائيل عندما طلبوا رؤية الله سبحانه يقول سبحانه وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم إن رفع الجبل أمر لا يدور في العقول خيالة فضلا عن أن تتصوره العقول محالة فتخرجه قدرة الحي الذي لا يموت من خانة عدم التخيل ليكون حقيقة يراها بني إسرائيل بأعينهم وتهديدا يرعب قلوبهم إذا هم عصوه ومن عجيب قدرته أنه سبحانه لا يمنعه عن أن ينزل العقوبة على العصاه إلا أنه حليم ودود فإذا ما استنزل العبد الغضب بأن فعل المعصية على وجه المكابرة والمعاندة فعند ذلك تندفع العقوبة لا يردها راد والله على كل شيء قدير يروي الزمخشري في تفسير آية قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أنها تليت على أحدهم فقال تجيء به الفؤوس والمعاول فذهب ماء عينيه نعوذ بالله من الجرأة على الله وعلى آياته وأنا استعجبت كيف استطاع أن ينطق بها وكيف أن بعض القلوب تخلو من وميض خشية توقفها عند حدها فهذا الجبار سبحانه لا يستهان بقدرته وبجبروته يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر أسرع المعاصي عقوبة ما خلع عن لذة تنسي النهى فتكون تلك الخطيئة كالمعاندة والمبارزة فإن كانت توجب اعتراضا على الخالق أو منازعة له في عظمته فتلك التي لا تتلافى خصوصا إن وقعت من عارف بالله فإنه يندر إهماله ثم ذكر رحمه الله قصة لرجل من أهل خراسان كتب مصحفا في ثلاثة أيام فلقيه رجل فقال في كم كتبت هذا فأومأ بالسبابة والوسطى والإبهام وقال في ثلاث وما مسانا من لغوب يقول فجفت أصابعه الثلاث فلم ينتفع بها فيما بعد إنه القدير الذي لا ينبغي أن يستغضب لأنه يقدر على أن يسكت كبك فيكون ومما أورده ابن الجوزي في ذات السياق أن فصيح من الفصحاء خطر بباله أنه يقدر أن يقول مثل القرآن ونعوذ بالله من الخذلان فصعد إلى غرفة في بيته فانفرد فيها وقال أمهلوني ثلاثة فصعدوا إليه بعد الثلاث ويده قد يبست على القلم وهو ميت كم أنت هين على الله إذا حاولت أن تستغضبه يحكي الإمام الذهبي في سيرة الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه أنه لما فتحت قبرص مر بالسبي على أبي الدرداء فبكى فقيل له تبكي في مثل هذا اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله فقال بين هذه الأمة قاهرة ظاهرة إذ عصوا الله فلقوا ما ترى ما أهون العباد على الله إذا هم عصوه وصدق رضي الله عنه ما أهونهم وأضعفهم وأوهنهم الولي إنها المعركة الأكثر رهبة في تاريخ الحروب عندما يكون الله بعظمته وكبريائه وجلاله وجبروته في الجهة المقابلة لك يحاربك بقدرته التي ليس لها حد وعلمه الذي يملأ الدنيا والآخرة وبغضبه الشديد ستتدمر ولا شك وستهزم وستنتهي نهاية مأساوية نحمد الله من أعماق أعماقنا على أنه الولي ويعني اسم الولي معنيين معنى أنه ولي يعبد ويطاع ومعنى أنه ولي يدبر ويعين فالولاية من العبد الطاعة والعبادة والولاية من الرب الإعانة والإفادة ثم إن ولاية الرب سبحانه لعباده على مستويين عام وخاص فالولاية العامة تعم جميع الخلق فهو المدبر لمعاشهم والمعين لهم على ضوائق الحياة واحتياجاتها والولاية الخاصة تخص عباده المؤمنين فهو وليهم بنصره وبهدايته وبفضله وألطافه يقول الشيخ السعدي فالله هو الولي الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته والتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقربات ويتولى عباده عموما بتدبيره ونفوذ القدر فيهم ويتولى عباده المؤمنين خصوصا بإخراجهم من الظلمات إلى النور وتربيتهم بلطفه وإعانتهم في جميع أمورهم هباءة كيف كنا سنعيش ونحن الضعفاء في عالم تحاصرنا فيه متطلبات فوق قدرتنا وواجبات أضخم مما نستطيع أن نعمل وتحديات تتجاوز استطاعتنا على مواجهتها الإنسان هباءة في كون فسيح إذا لم يأته مدد الإعانة والتوفيق والتيسير من الله ضاع ولما علم الله ضعفنا وقلة حيلتنا شرع لنا أن نستعين به بل إن أعظم مراق العبودية تتمظهر عند أدنى درجات الحاجة إلى عونه لذلك فقد قرن الله بين العبادة من العبد والعون من الرب في آية هي من أعظم ما أنزله في كتابه الآية التي تضمنت سر القرآن كاملة كما يقول بعض العلماء وأعني قول الحق تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فلا يستطيع العبد أن يكون عبدا إذا لم يعنه الله ولا يكون عبدا إذا لم يطلب العون من الله ولا يكون عبدا ما لم يشعر بضرورة أن يعينه الله والولاية تكون بين الإنسان والإنسان على شكل صداقة أو إعانة ونصرة ولكنها فيما بين الإنسان والرب تكون على هيئة العبادة من المخلوق والإعانة والتدبير واللطف والنصرة من الرب سبحانه لذلك قال الحق تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ليس هناك ولي يعوض عن حاجة الروح إلى ولاية الله تعالى ووجوده في حياة العبد بالتدبير والإعانة والنصر والتأييد بدء المعركة ومن جلالة هذا الاسم أنه يشير إلى ولايته سبحانه لبعض خلقه وحبه لهم وحمايته ودفاعه عنهم فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب الله الذي على عرشه استوى يعلنها حربا طاحنة يضحن بها سعادة وهناءة أولئك الذين يتعرضون لأوليائه بالأذى إنه وليهم ولا يترك الولي وليه بل يحوطه بحبه وعنايته ويصنعه على عينه ويصطنعه لنفسه إنها المعركة الأكثر رهبة في تاريخ الحروب عندما يكون الله بعظمته وكبريائه وجلاله وجبروته في الجهة المقابلة لك يحاربك بقدرته التي ليس لها حد وعلمه الذي يملأ الدنيا والآخرة وبغضبه الشديد ستتدمر ولا شك وستنهزم وستنتهي نهاية مأساوية وهناك حديث قدسي لفظه عجيب ذكره غير واحد من أهل العلم منهم ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب يقول شيخ الإسلام أي أخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره فيال ذعر من يمس وليا من أوليائه سبحانه ويال خيبته وخسارته وينشر رحمته عندما تعطش الأرض وتأخذ الحياة في لضمحلال وتتجه صوب الموت والناس ينظرون إلى السماء يرقبون الفرج يظهر اسم الولي الذي يأذن للسحاب أن يمطر وينشر رحماته على عبيده وأوليائه وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد عندما تدهمك طبقات الظلام والعماية ولا تستطيع أن تنفذ من سلف القتامة ولا تدرك الحق من الباطل ولا الصواب من الخطأ وتأخذ بك الحيرة أخذتها يضيء لك الولي بنوره تلك الظلمات فتتبدد وتعرف الحق من الباطل وتنتقل من الظلمة إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور دائما اسم الولي يظهر في حياتك ويضفي عليها الأمن والسلام والسعادة والاطمئنان وجيف قلب يأمرك الله بالأمر ثم يعينك بالقوة على امتثاله ويعينك بأن يجعل روحك تهفو لعمله وترتاح إليه ويعينك بأن يعدك بالأجل العظيم على عملك له ويعينك بأن يجعل الحياة من حولك تمتثل مثلك فتشعر بانسجام مع الحياة بأكملها وينهاك عن أمر ثم يعينك بأن يجعل تطلبه عسيرا عليك ويوصد الأبواب المفضية إليه ويعينك بأن يغمرك بكآبة ووجيف قلب إذا ما اقتربت منه ويعينك بأن يحيطك بالندم ساعة فعله حتى لا تكرر فعله ويعينك بأن يتوعدك بالعقوبة إذا ما عملته ويعينك بأن تشعر بأنك في عناد مع حياة ترضخ بأكملها لعبودية رب عظيم فهو الولي الحميد وهذه الإعانة التي تحيط حياتك هي مظهر من مظاهر الولاية ومن مظاهر ولايته سبحانه أن يخلق خلقه ضعفاء ثم يجعل من ضمن ما يخلقه فيهم قوى ووسائل تعينهم على هذه الحياة من جانب جلب المنافع وجانب دفع المضار يخلق الطير ثم يعينه بجناح ليحلق عالية ويخلق الفيل ثم يعينه بضخامة ليتحدى المصاعب ويخلق الحصان ثم يعينه بالقدرة على العدو ليتجاوز المخاطر ويخلق الغزال ثم يعينه بقروب صلبة ليواجه بها السباع ويخلق الحرباء ثم يعينها بالقدرة على التلون لتصطاد فرائسها وتختفي عن أعدائها ليس هناك كائن إلا وقد خلق الله فيه ما يضمن له الحماية ويشكل له الدرع الواقي من الأخطار إعانة منه وحفظا ومن مظاهر ولايته أنه يجعل الأمة تحنو على صغيرها ليعينه بذلك الحنان على أن يعيش في حياة لن يستطيع أن يعيش فيها يوما واحدا معتمدا على نفسه هل سبق ورأيت أنثى تريك الحياة أنوثتها الضعيفة ثم لما يعتدى على صغارها تتحول إلى سبع انضار تحوط صغارها وتدافع عنهم بشراسة ذلك التحول مظهر من مظاهر ولايته سبحانه على خلقه يتيم ولكن وإذا أراد من أحدهم أن يكون عالما تجد نوافذ الإعانة تشرع من حوله ليدلف من خلالها إلى مراتع العلم ومعاهد المعرفة هذا اليتيم أحمد بن حنبل لما أراده عالما جعل في قلب أمه رغبة في تعليمه وصبرا على الذهاب والعودة به من وإلى حلق العلم في بغداد ثم أعانه بحافظة قوية استطاع بها أن يحفظ مئات آلاف الأحاديث ويبثها في طلابه وأعانه بفهم استطاع أن يصنع بواسطته مذهبا فقيا ما زال خصبا ثريا حتى اليوم ثم أعانه على الصمود في وجه الانحراف العقدي والظلم السياسي ليكون إمام أهل السنة والجماعة في زمنه فيجدد للناس أمر دينهم بعد أن حوربت السنة وبغي على أهلها هذا عالم فكيف لو رحنا نسرد قوائم العلماء سواء كانوا علماء دين أو لغة أو علوم طبيعية أراد الله أن يضيء العالم بعلمهم ويدفعوا عجلة الحياة إلى الأمام أخبره بتفاصيلك وإجابة الدعوات من أشكال ولايته لعباده وحبه وإعانته يتصل رجل صبت عليه أنواع البلايا وأصناف الهموم بأحد الدعاء ويشكو إليه ما أصابه من توالي البلاءات ويشرحها شرحا مفصلة والشيخ يسترجع بتأثر ثم في نهاية الاتصال يتنهد المتصل طالبا الحل والإرشاد من الشيخ يقول الشيخ فقلت له والله لو كنت أستطيع أن أفعل شيئا حيال ما أصبت به لفرجت عنك هذه الهموم ولا رفعت عنك هذه الكربات ولكن سأوصيك بوصية أظن فيها مفتاحا للفرج وتخفيفا للكرب أريدك الليلة أن تقف بين يديه سبحانه ثم تسجد له سجدة طويلة تشرح فيها لله ما شرحت لي وتفصل في دعائك ما فصلت لي ولا ترفع رأسك وفي نفسك شيء لم تقله له انتهى الاتصال ولم يعلم الشيخ جدية المتصل في عمله بالوصية قال وبعد أسبوع واحد فقط اتصل علي نفس الرجل وفي صوته الفرح وفي كلماته السعادة وفي نبرته هموم انفرجت وكربات تلاشت ثم قال يا شيخ لم يبق الله شيئا من همومي لم يفرجه لقد مسح الله جميع كروبي بسجدة واحدة وانحلت جميع مشاكل العالقة من سنوات في أسبوع واحد ثم قال في نهاية الاتصال لن أطيل عليك يا شيخ ولكني أريدك أن تخبر كل مكروب ومهموم ومبتلى أن يسجد لله سجدة طويلة ويخبره فيها بكل شيء وأن يشرح تفاصيل الدموع التي ذرفها في ليالي أحزانه ولا يرفع من سجوده وفي نفسه شيء لم يقله لله ثم ليبشر بكل خير وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يتولى الصالحين في قول الحق تبارك وتعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين يقول صاحب لطائف الإشارات من قام بحق الله تولى أموره على وجه الكفاية فلا يخرجه إلى أمثاله ولا يدع شيئا من أحواله إلا أجراه على ما يريده بحسن أفضاله ومعنى فلا يخرجه إلى أمثاله أي لا يجعله محتاجا إلى بشر مثله بل يتولى سبحانه جميع أمره والله أعلم يقول الآلسي في قوله تعالى وهو يتولى الصالحين أي ومن عادته جل شأنه أن ينصر الصالحين من عباده ولا يخذلهم وما أجلها من عادة يعود بها المولى على أوليائه كلما احتاجوه وهل هناك من لحظة تمر على العبد دون أن يحتاج إلى ربه تعالى حفظا وهداية وإعانة ويستشف من وصفه تعالى لنفسه في هذه الآية بأنه نزل الكتاب بأن هذا الكتاب هو منشور الولاية يقول أبو السعود ووصفه تعالى بتنزيل الكتاب للإشعار بدليل الولاية فمن تمسك به علما وحفظا واستهداء فهو الولي حقا وهو المنصور والمحفوظ صدقا والصالحون الذين يتولاهم هم أهل هذا القرآن الكريم وكلما اقترب العبد من القرآن علما وعملا واعتقادا فقد اقترب من الولاية نصرة وتأييدا واعانة ومما ينبغي على المسلم أن يجعله في أعلى قائمة مشاريعه مشروع حفظ القرآن وجعله من موجودات القلب ومذكورات اللسان فلا ينبغي على العبد أن يلغي فكرة حفظ القرآن من عقله بحجة أنه ليس بطالب علم أو لأن عمره قد كبر أو حتى لتقصير يراه في نفسه فحفظ القرآن مشروع المسلم في حياته سواء استطاع أن يتم حفظه أو على الأقل أن يحفظ منه ما استطاع فهو نور في القلب والوجه ودليل على أن الله الأعز الأجل هو شغلك وإرادتك وأهم اهتماماتك وأنس في القبر ورفعة في الدنيا والآخرة وليس لحفظ القرآن عمر محدد ولا لحفظة القرآن تخصص معين التخصص الوحيد لهم هو الإسلام فما دمت مسلما فاجعل في صدرك مكانا لكتاب الله وسوف تزهر به حياتك ولا شك ولا تتجاوز هذه الأسطر إلا وقد عقدت العزم على أن تبدأ من اليوم حياتك مع القرآن وأبشر بالإعانة من الله والتأييد من الولي الحميد وترقب الكرامة والهداية والنور المبين القوي ويخص القوي المتكبرين بأعجب النهايات وأغرب الأمراض وأنك الأوجاع ليعلم الضعفاء أن الله وحده القوي وكل ما عداه ضعيف هزيل متهالك سبحان من جعل الضعف صفة لازمة للإنسان ونعتم صاحبا لحياته القصيرة فتغلبه الأمراض ويهزمه الفقر ويقاره المتكبرون من خلق الله وجعل سبحانه القوة له والكبرياء له والعظمة له حتى يلجأ إليه الضعفاء فينصرهم ويلوذ به المنكسرون فيجبرهم ويتوجه إليه المكروبون فيرفع ما بهم من كرب فهو القوي العزيز لا قوة تقوم مع قوته كل الأقوياء ضعفاء على أعتاب جبروته وكل المتكبرين مساكين في إيوان ملكه فلنفتح نافذة نطل من خلالها على شيء يسير من مظاهر قوته حتى تمتلئ قلوبنا بخشيته وحبه والركون إليه والتعالي على صغائر الحياة التي ظنناها أمورا كبيرة حتى إذا ما لاقينا متكبرا عرفنا أنه مجرد مغرور أم هله الله فظن بنفسه الظنون وأن الله إذا شاء أنهى كبرياءه وغروره بأصغر حشرة وبأغرب نهاية وبأشد ألم والله عزيز ذو انتقام ولا قوة إلا بالله من ظلال اسم الله القوي أنه هو الذي يهب القوة لمن استمدها منه سبحانه فمن قوته تستمد القوى التي تعين المسلم على أداء عباداته بل وعلى النهوض بمهامه الحياتية يصف أحدهم حالة ضعف مرت عليه بأنه نتج عنها أنه لم يعد يتمكن من السعي بين الصفى والمروة إلا وهو جالس على كرسي يدفع دفعا ليس ذلك في عمرة ولا اثنتين بل خمس عمرات تقريبا وهو لا شك يؤمن بقوة الله وبأن استمداد القوة لا يكون إلا منه سبحانه ولكن اليقين بمثل هذه الفروع الإيمانية مما يلحقه الزيادة والنقص وتعله في كثير من المرات أغبرة القسوة يقول وفي بداية إحدى الرمضانات سمعت من شيخ موفق تذكيرا خاصا بالذكر العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله وبأن قوة عجيبة تحصل لمن يقول هذا الذكر ممقنا به وبأن تحويل الحال والقوة في جميع الأحوال هي هبة من الله وهذا الذكر هو بمثابة استجداء واستيهاب لهذه القوة وكأن هذه الموعظة وهذا التذكير وقع من هذا الرجل موقع الإيمان والتعظيم فلزم هذا الذكر متأملا وذاكرا وغاسلا قلبه به وما هو إلا أن أفاض القوة على جسده أنواعا من القوة والجلد والنشاط بحيث إنه في ذلك الرمضان والشهر الذي يليه اعتمر ثلاث مرات كان فيها يكاد يركض ركضا بين الصفا والمروة ولم يعد بحاجة إلى كرسي يدفع بل وبات يشتكي من بعض رفقته الذين كان هو مصدر تأخير لهم في المرات السابقة بأنهم يسببون له التأخير بعد انتهائه من عمرته فمن قوته سبحانه تستمد القوة وبفضلها تذوب الكثير من الأوجاع والآلام والصعوبات لأن القوي هو وحده من يجعلك قويا تتجاوز ضعف جسدك وهشاشة روحك وانكسار نفسك المصباح العظيم يريك سبحانه قوته آناء الليل وأطراف النهار حتى تملأ ذراتك به ولا يكون في نفسك خوف إلا منه ولا اعتماد إلا عليه ولا انصراف إلا له يجعل من قوانين الكون أن المحمول لا بد له من حامل يحمله فلا يمكن لقشة أن ترفع نفسها من على وجه الأرض إلا إذا مد أحدهم إليها يده ليحملها فإذا ممتلأت نفسك بهذا القانون وبهذه الحقيقة الفيزيائية إذ بقوته تبهتك وتتجاوز قوانين الفيزياء وحقائق الأشياء فتريك الشمس ذات الجرم العظيم وذات المهمة الدقيقة تتحرك في فضاء الكون دون يد تحملها فيلفت هذا الدرس الكوني قلبك إلى القوي الذي كلمة منه تجعل مصباحا عظيما بحجم الشمس يرتفع ويتحرك ويجري لمستقر له بل ينظر إلى السماء هائلة العظم واسعة الفناء مترامية الأطراف كيف أنها مرتفعة بلا عمد يقول سبحانه ليذكرك بقوته فلا تنساها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأيد القوة ولك أن تتساءل عن قوة رفعت السماء سقفا محفوظا ما الذي يمكنه أن يقف إزاءها فإذا ما أردت أن ترى شخصا ممن يدعي القوة والتجبر على حقيقته فتخيل موقعه من حقيقة خلق السماء بلا عمد لتعلم مدى هشاشته وضعفه وانكساره أمام ملك الملوك إني سقيم وليعلم الإنسان شيئا عن قوة خالقه لينظر إلى ضعفه وقلة حيلته في حالة المرض فمن الأكدار التي يواجهها الإنسان بل تواجه الإنسان بشراسة وعنف كدر المرض بجميع أنواعه سواء أكان إنفلونزا أم ورما خبيثا فللمرض جوه الخاص المليء بالأنين والعجز لقد صلت الله على الإنسان في هذه الدنيا كما هائلا من الأمراض ليعلن الإنسان عجزه في هذه الحياة وكمال احتياجه للقوي سبحانه فلا يغتر بقوة ما لأن المرض يوهنها ولا بمال وفير لأن المرض يبعثره ولا بقبيلة وعصابة لأن المرض يخترمهم جميعا ارتفاع درجة حرارة الطفل إلى أربعين درجة لفترة ما تؤدي به إلى التشنج الذي يعتبر من أسباب الموت أو الشلل في أحسن حالته وهذه الحرارة المرتفعة إن تكررت مع البالغ قد تؤدي إلى ذهاب شيء من عقله فيتحدث بهلاوس لا حقيقة لها من النادر جداً أن يصاب أحد أفراد العائلة بالجدري المائي ثم لا تصيبهم العدوى عن بكرة أبيهم ما أضعفك أيها الإنسان قلة منسوب الأكسجين يهدد حياة الجنين ويسبب له ضموراً في الدماغ هذا الضمور الذي يجعله في حالات مشلولاً أو معتوهاً أو ناقص الكفاءة إذا سقط هذا الإنسان على ظهره وتأثر العمود الفقري قد تجلب له تلك السقطة شللاً كاملاً أو نصفياً تعرض الإنسان للفحة هواء باردة مفاجئة قد تصيب العصب السابع بالتهاب يشل نصف وجهه قد يسهر الإنسان ليالي عدداً بسبب التهاب ضرس أو ألم أذن أو صداع نصفي قرحة المعدة تجعل الحياة جحيمة مما يجعل أبسط وجبة يأكلها الإنسان تكلفه نوم ليلة بأكملها قبل سنوات استضاف أخي الأكبر شيخاً كبيراً من رجال القبيلة مصاباً بالسرطان لأن المستشفى التي يراجعها في مدينتنا فكان يذهب إلى المستشفى يومياً ويعود في الليل وهو منهك القوى أذكر وهو يقول لأولاده متى سأموت؟ يريد أن يستريح جدتي أصيبت بما يسمى بالحزام الناري وهو مرض عصبي فضيع آلامه كالسياط لازمها أكثر من سبع سنوات صارت تنادي الموت تريده في أي لحظة أن يأتيها ويخرجها من ذلك الجحيم يقهر المتكبرين أن مرود بن كنعان الذي يقول إنه يحي ويميت يسلط الله عليه بعوضة تدخل من أنفه إلى رأسه وتظل تحرك أجنحتها في داخله فيشعر بآلام الدنيا تهجم عليه ولا يسكن ذلك الألم إلا أن يضرب بالنعال على رأسه لماذا لم يحي نفسه مادم أنه يحي ويميت الذي زعم أنه الرب الأعلى يغرق والذي زعم أنه أوتي كنوزه على علم عنده يخصف الله به وبداره الأرض والذي يقول قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك زولت لنفسي يصيبه الله بمرض نفسي مهلك فيسير في الصحاري ويقول لا مساس لا مساس نيتشا يعلن موت الله تعالى الله فيصيبه الله بالجنون فيقضي آخر حياته متنقلا من مصحة إلى مصحة ويؤلف كثيرا من كتبه تحت وطأة الوسوسة والهلاوس الغريبة حتى كتابه هكذا تكلم زرادشت يكتب ثلاثة فصول منه وهو تحت ضغط أوهام ووسوس غريبة لا يعرف لها كنها من الذي جعله يسكن المصحات في آخر حياته وترفض جميع نساء عصره الاقتران به لكون الزهري أحد أمراضه من الذي جعله يتكوم في فراش المرض كقطة تعيسة قل الله ثم ذرهم في طغيانهم يعمهون ودائما يظهر القوي بأفعاله ليذكر العبيد بضعفهم وحاجتهم إليه ومدى بعدهم عن سننه التي أنزلها لخلقه تنتشر الممارسات اللا أخلاقية في بعض المجتمعات ويجاهر بها فتظهر أدواء وأمراض لم تكن معروفة من قبل مثل مرض نقص المناعة المكتسب الإيدز الذي يطارد هاجزه أصحاب العلاقات المحرمة ويظهر لهم في أحلامهم قبل أن يظهر في أجسادهم وهو مرض غريب فقط يفقد أو ينقص الجسد مناعته ومقاومته للأمراض فتقضي عند ذلك أخف الأمراض على الإنسان فيعيش آخر أيامه في آلام مبرحة يرى شبح الموت في كل زاوية وهم يجادلون في الله جرعة أصيب أخي بمغاص كلوي فكان منظره على السرير الأبيض مؤلما لي كان ضعيفا كالطائر الكسير لا يقوى على شيء يعصره الألم عصرة وكم تمنيت صبيحتها أن أشاطره الألم حتى أخفف عنه شيئا مما به تناول صديقي جرعة زائدة من دواء له خطأ فذهبت به إلى المستشفى لم أكن وأنا أراه ينتفض وتنتفخ عروق جبهته لأتصور أن ملحدا مثل جامبول سارتر سينادي بألوهية الإنسان ما قيمة إله لا يستطيع أن يمنع الآلام أن تغز وجسده أتركون القوي سبحانه ويذهبون إلى الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا الجبال كلما كبر في نفس الإنسان شيء وبلغ من الكبر المنتهى بدد سبحانه ذلك الشيء بكلمة منه ليغضو ذلك الشيء عدما لا وجود له تكبر الجبال في نفوس مشرك مكة ويأتون ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقد ظنوا أنهم أتوا للحديث عن العظمة في أضخم أمثلتها فإذا بالقوة الإلهية تبعثر ذلك الإحساس في نفوسهم فيقول الحق ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا يبقي سبحانه حجرا من ذلك الجبل الذي كبر في نفوسهم إلا وأرداه هباء ليس فيه إلا الضعف والضمحلال البحار العريضة تحولها قوته إلى نيران والجبال الراسية تغيرها قدرته إلى سحاب والشمس والقمر تلقي بهما عظمته في قاعر جهنم إن أقوى شيء يمكنك أن تتوارى خلفه ليحميك ويشتت مخاوفك ويكون ركنك الشديد في عالمك المخيف جدا هو قوة الله فإذا أرهبتك الأمراض فالجأ إلى الله القوي وإذا زعزعتك المخاوف فتوكل على القوي وإذا هد قواك الظلم فاستجر بالقوي بعوضة ويخص القوي المتكبرين بأعجب النهايات وأغرب الأمراض وأنك الأوجاع ليعلم الضعفاء أن الله وحده القوي وكلما عداه ضعيف هزيل متهالك أتدري كيف أنهى سبحانه أسطورة النمرود بن كنعان الذي قال بغرور أنا أوحي وأميت لقد أنهى ببعوضة دخلت من أنفه فجعلت ترفرف بجناحها الضئيل في جنجمته فتصعقه أشد الأوجاع فتكاه فيموت كما يموت أضعف حمار في الدنيا أتدري كيف جعل الله الفصل الأخير ينتهي من رواية فرعون؟ فرعون الذي قال ذات يوم أنا ربكم الأعلى فرعون الذي أمر وزيره هامان ذات كبر أن يبني له صرحا ليطلع على الله ليطلع على ذي القوة المتين أتدري ماذا فعل ذو القوة المتين به؟ لقد جعل أمواج البحر تصفعه من كل الجهات ليموت غرقا ويصبح طعما لأسماك البحر وغذاء للكائنات وحيدة الخلية ومن مظاهر قوته وعزته أنه يجعل بعض أعدائه يقومونهم بسحق أنفسهم وإنهاء حياتهم ووضع النقطة الأخيرة في آخر سجلاتهم الهشة متكبر من المتكبرين اسمه أدولف هتلر يقرر أن يحتل العالم ويشرع في تنفيذ حلمه فتخضع له دولة تلو دولة واهتسبب في حرب يروح ضحيتها سبعون مليون إنسان أتدري ماذا فعل به القوي؟ أرسل إليه جنديا اسمه الهلع ليغزوه من كل جانب وينتزع من أعماقه ذلك الغرور وذلك الكبرياء المزيف فيتناول سم من قاتله لينهي به أكذوبة اسمها هتلر هتلر الذي لا يقهر يفقد الذي يريد السيطرة على العالم السيطرة على مخاوفه ويقتل نفسه بنفسه أتدري لماذا فعل ذلك؟ لأنه ليس القوي العزيز لأن الله خلقه من ضعف ويستحيل على من خلق من ضعف أن يكون قوي كل المتكبرين الذين زعموا حين من الدهر أنهم أقياء وأذكياء ونجباء ماتوا الآن باتوا أثرا بعد عين لقد مزقهم الله كل ممزق وصاروا كما قال سبحانه أحاديث مجرد قصص تروى وأحاديث تسرد آخر الليل لينام الصبية أما قصورهم العظيمة وبلاطهم المهيب وجيوشهم الجرارة فقد دخلت إلى مستودع البرزخ الضخم الذي يجمع الله فيه المتكبرين ثم يوفيهم حسابهم والله سريع الحساب بين الخيام حج الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك ومعه عمر بن عبد العزيز فخرج سليمان إلى الطائف فدور عدو البرق ففزع سليمان فقال لعمر ألا ترى ما هذا يا أبا حفص قال هذا عند نزول رحمته فكيف لو كان عند نزول نقمته ويخرج في سفر بعساكره ودساكره وهو ملك الدنيا تهابه ملوك الأرض وترجف أفئدة الكبراء إذا ما جاء ذكره يخرج مع جيشه الضخم الذي لا يحيط به البصر وفي ذات ليلة يشعر بألم في جسده فراه أطباؤه فيقررون أنه مصاب بمرض اسمه الموت وأن أيامه صارت معدودة وأن وصوله إلى دار الخلافة دمشق بات صعبا فتبرحه آلامه ذات ليلة فخرج من خيمته لينظر إلى خيام جنده وهي مد البصر فارفع عينيه إلى السماء في ضعف وانكسار ويقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه لا قوة تعادل قوته ولا ملك يشبه ملكه إن ملكه لا يزول وقوته لا تحول وكبرياءه لا يموت لم يكن يظن سليمان بن عبد الملك رحمه الله أن أوامره المطاعة لن تجلب له الدواء لحظة احتياجه له لم يدر بخلده أنه وهو يملك الممالك الشاسعة سيموت في خيمة لم يظن أن اللحظة التي يصبح فيها جثة هامدة ستأتي لا محالة الخليفة العباسي هارون الرشيد رحمه الله ذلك الخليفة العظيم الذي كان يهتف للسحابة أن أمطري حيث شئت فإن خراجك سيأتيني يكون في قصره ذي الشرفات المذهبة والأفنية الواسعة فإذا بأوجاع الموت تزوره فارقد في حجرته ذات النمارق والزرابي رقدة تنغصها كربات الوداع فإذا بغسال فقير على نهر دجلة يغسل الملابس ويغني بهناءة بهل فتتسلل ألحانه عبر نافذة القصر فيسمعه هارون رشيد هارون ذو الأموال الطائلة والممالك العظيمة فيقول ودموعه تخضب لحيته يا ليتني كنت غسالة يا ليتني ما عرفت الخلافة لقد قدر القوي سبحانه هذه النهاية الضعيفة على هذا الرجل القوي حتى نعلم حدود قوة البشر فلا نتوكل إلا عليه ولا نلتجأ إلا إليه مات يحدثني صاحبي عن جار لهم قديم في أحد الأحياء الشعبية كان قويا من الأقوياء وظالما من الظلمة ذا عضلات مفتولة وقبضة كما يقال حديدية وقد حدثت هذه القصة قديما وصاحبي ما زال فتى ضعيف الحيلة والقوة والبنية فكان أن كذب بعض أهل الحي وزعم لهذا الرجل أن صاحبي يتلصص ساعة غيبته لينظر إلى أهله من أعلى منزلهم فما أن التقيا في أحد ممرات ذلك الحي حتى بطش ذلك الظالم بصاحب الضعيف ضربه ضربا شديدا مهينة قال وقد كنت جاوزت سن البكاء ولكنني بكيت وما إن تخلصت منه حتى توجهت إلى المسجد مباشرة وكأن الأمان في المسجد والنصرة في المسجد والغوث سيأتيه في المسجد يقول صليت ركعتين كلهما دموع واستنصرت بالله القوي العزيز كان الألم والحزن والشعور بالإهانة قد جعل صاحبي كالطائر الكسير يتمنى لو أن له قوة يدفع بها ذلك الظالم الذي توكل على عضلاته واعتمد على قوته وأهانه على مرأة ومسمع من الناس يقول ثم ذهبت إلى البيت أسحب قدمي سحبا وأنا أشعر بالإهانات تحيط به ثم نمت ثم نمت وأنا أحس بمعنى الظلم ومعنى قلة الحيلة والهوان على الناس ثم إنه قبيل أذان الفجر جاءه أخوه يوقضه مبهوتا إنهض إنهض فقد مات فلان يعني ذلك الظالم صاحب العضلات المفتولة والقبضة الحديدية مات هكذا مات إذن كان القوي تلك اللحظة ليسمعه كان يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويقدر على كل شيء وقد حقق لذلك الفتى كل شيء لا قوي إلا والله أقوى منه ولا عزيز إلا والله أعز منه عندما يصمت القلب حدثني صديقي عن قصة عاشها جميع أفراده أفراد عائلته بدايتها أن أخته الحاملة وزوجها كان في سيارة تسير بهما في أحد شواجع مدينة تبوك وعند تقاطع ما إذ بسيارة مسرعة من الجانب الآخر تقطع الإشارة وقد كانت حمراء فتسبب ذلك في حادث شنيع ذهبت تلك الأخت وجنينها ضحيته وبعد أيام من ذلك الحادث تحولت القضية للمحكمة وقد أتى ذلك الشاب الطائش بشاهد زور يشهد بأن الذي قطع الإشارة هو زوج المرأة التي ماتت أمهله القضي أسبوعا حتى يأتي ويسجل شهادته وتغلق القضية فأسقط في أيدي الجميع وشعر أفراد الأسرة أن دم أختهم سيذهب النتيجة طيش شاب وشهادة زور قال صديقي فتواصى جميع أفراد العائلة الذين في تبوك وخارجها في الليلة التي صبيحتها توثيق الشهادة على قيام تلك الليلة ورفع أياد الدعاء على ذلك الشاهد الكاذب كانوا جميعا يحتاجون الله حتى ينهي تلك المظلمة التي نزلت عليهم بتفاصيلها السوداء قال وفي الصباح كنا في المحكمة ودخلنا على القاضي وإذ بالشاب الطائش يعترف بالحقيقة دون ضغط من القاضي وعيننا تنظر لما يجري بذهول فسأل القاضي الشاب عن سر تغير كلامه فأخبره الشاب بأن الشاهد قد مات قبيل الفجر بسكتة قلبية إنه القوي سبحان الذي سمع دعوة صادقة مخبتة تصعد من حناجر مزقها الظلم في تلك الليلة المليئة بالدموع فقال وعزتي وجلالي لأستجيبن لك فانتهت مأساة الأسرة بشريان في قلب ذلك الظالم أمره الله أن ينسد فانسد بكل خضوع لله الواحد الجبار كفرت بأنعم الله كانت هناك مدينة إيطالية قديمة اسمها بومبي عظيمة البنيان ذات حضارة وتطور وثراء عجيب يتحدث عن ثرائها المؤرخون بأن قطع الذهب كانت ترمى في شوارعها لغنى أهلها وعدم حاجتهم فهل شكروا ربهم على هذا العطاء؟ كعدت الإنسان أنه يطغى أرآه استغنى ولكن طغيانهم جاوز الحد لقد كفر بومبي بالله القوي المتين وجعلت تبارزه بالموبقات وبعظائم المنكرات حتى باتت الفواحش ممارسة اعتيادية يقوم بفعلها أهل بومبي في الشوارع والملاهي والحدائق فاستمطروا غضب القوي وعقابه فماذا كان؟ في يوم أحمر أراد الله أن يعلم أهل بومبي أنه قوي شديد العقاب وأنه قد غضب سبحانه وأنه أعظم من أن يحارب بالفواحش فبدأ العقاب يزحف نحوهم وأخذت ضربات زلزال خفيف تحرك تلك المدينة الضئيلة وصارت أبواب النوافذ تستك على أولئك المنغمسين في فعل الموبقات وفجأة وفي ظهيرة يوم الغضب انفجر بركان عظيم بالقرب من تلك المدينة فتصاعدت الأدخنة السوداء مغطية شعاع الشمس ومحولة النهار إلى ليل والهناء إلى ويل استيقظ أولئك الفساق على فجيعة العذاب الأليم وأرادوا الفرار من غضب الله ولكن إلى أين أخذت نيران ذلك البركان الغاضب تمطر عليهم وتسقط سقفهم وتهدم بيوتهم وتبتلع أيامهم الجميلة وذكرياتهم الهانئة وها هي بومبي تظهر من جديد بعد أن كانت مدفونة قرابة ألف عام فأظهر لنا أولئك المعذبون الذين بارزوا القوي المتين بالكبائر يظهرون وعلامات الصراخ على أوجههم الكالحة فقد حفظت بإرادة الله الحمام البركانية آخر لقطاتهم وملامحهم الأخيرة نعوذ بالله من مبارزة الله بالمعاصي ونسأل الله ألا يغضب علينا عندما عصاه قوم لوط أرسل إليهم ملكا من ملائكته فرفع قريتهم إلى قريب من السماء ثم ضربها بجناحه فارتطمت بالأرض فكانت نهاية مفجعة عندما تطاول الأشقياء على نبي الله نوح وعاندوه في دعوته رفع يديه إلى القوي سبحانه فأمر القوي السماء أن تمطر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فأغرق الأرض كلها لأجل نوح عليه السلام قوته لا حدود لها غضب على قوم فأمطر عليهم حجارة من السماء وسخط على آخرين فأهلكهم بصيحة وتطاول عليه بعض المساكين فجعل نهايتهم بريح صرصر عاتية ليس هناك ظالم إلا وبيده فناؤه ولا جبار إلا وفي قدرته أن يقصمه ولا متكبر إلا بكلمة يجعله لا شيء البديع البديع الكون علبة ألوان ضخمة لله سبحانه وتعالى أسماء تشترك في معاني وتفترق في أخرى من بينها الخالق والبارئ والمصور والبديع سيكون كلامنا هنا عن الإسم الرابع من هذه الأسماء الحسنى عن اسم الله البديع الإبداع يحمل معاني أخرى غير الإيجاد والخلق الإبداع هو أن يخلق الشيء على غير مثال سابق ثم تكثر هذه المخلوقات المبدعة لدرجة لا يمكن تخيلها فضلا عن عدها وحصرها ولو على وجه التقريب إن لكل شيء في الكون وأنا أعني حرفيا كل شيء إبداع يخصه وإيجاد مميز يجعل العقل يحار والفكر يطيش أكرر كل شيء فلا أعني مثلا الإنسان باعتباره شيئا بل أعني أيضا كل ما يحويه الإنسان من خلايا وأنسجة وأعضاء وأجهزة بل تكوين الخلية ذاتها إبداع من بديع السماوات والأرض ولن يستطيع كتاب بحجم المجرة أن يأتي على ما أبدعه الله وصوره سنطوف بقدر قلة علمنا مع هذا الاسم العظيم لنستجلي شيئا مما أبدعه الله في كونه ولن نحتاج إلى أكثر من عقولنا لنتأمل وأبصارنا لننظر وأيادينا لنتلمس فالكون صفحة لا تحتاج إلى تعمق حتى تدلنا على الخالق البديع سبحانه معجزة الصوت فمما أبدعه الله تعالى في كونه وأوجده على غير مثال سابق عالم الأصوات المكتظ بالحياة من العجيب أن يتمتع هذا المصنوع الجديد الكون بما فيه بصوت بترددات موجية تصدر عنه والأعجب أن يحتوي الإنسان والحيوان ومن شاء الله على قنوات سمعية تستطيع أن تحول تلك الموجات إلى معاني وإشارات لها مغزى ومقصد تخيل الكون قبل أن يخلقه الله بثلاث دقائق لا وجود للمنطق العقلي البشري تلك اللحظة وتأمل كيف علم الله أن حياة هذا الكون الذي سيخلقه بعد ثلاث دقائق لن تكون معقولة لو لم يوجد فيها إبداع اسمه الصوت فيخلق الكون مدعما بهذا التنوع العجيب والجميل ثم تسمع غناء البلابل وصداح القماري وحفيف الأشجار وخرير الأمواه وجمالا وجلالا وحياة سبحانك ما أعظمك نغمة الحياة والتنوع الصوتي إبداع دعنا نتخيل أن البشر كلهم يملكون خامة صوتية واحدة ونبرة صوتية مستنسخة تسمع صوتا يناديك من الغرفة المجاورة فلا تعرف هل هو أمك أم أبوك هل هو طفلك ذو السبعة أعوام أم أخوك الأربعيني صوتك يشبه صوت البائع ثم يدلف زبون آخر فيسأل البائع عن سلعة معينة يسأله بنفس صوتك فيجيبه البائع بنبرتك فيصرخ مدير المجر من بعيد في نفس اللحظة التي تنادي فيها أم خارج المحل طفلها فيرد الطفل بتذمر فتختلط الأصوات ولا تدري من هو الذي يتكلم ستفقد الحياة عمقها بل سنفقد نحن قدرا كبيرا من فهم الحياة ستنتشر الفوضى في حياتنا بل وستتسلل إلى مشاعرنا كيف يمكن للعاشق في أيام زواجه الأولى أن يخفق قلبه لأنثى لديها صوت أصدقائه وإمام مسجده وشيخ قبيلته وموظف البنك شيء مزعج بل خانق فيعلم الخالق بكل هذه الفوضى قبل أن يخلق الإنسان الأول فيخلق في حنجرة كل إنسان نبرة خاصة وخامة خاصة ولمسة شخصية يصبح بها صوت الأنثى عميقا دافئا وصوت الرجل قويا صلبا وصوت الأم حنونا كقلبها وصوت الطفل بريئا كعينيه تسمع صوتا يناديك فتدرك أنه صوت فلان ابن فلان نعم فصوته من الخصوصية بحيث يشبه اسمه الكامل يشبه ملامح وجهه يشبه مشاعرك تجاهه سر وسيبقى سرا لو استطعنا أن نلتقط صورة للحبال الصوتية وتجويفات حناجر مئة شخص فإنه يصع علينا أن نلحظ فرقا تكوينيا بينها فمن أين بات صوت أحمد غير صوت خالد وصوت خالد يختلف عن صوت زياد ما هو الشيء الذي يصبغ أصواتنا بخصوصياتها ويجعل بحة هنا وحدة هناك وضخامة في هذا الصوت وحنانا في تلك النبرة وليست القضية في ضخامة الصوت وحدته بل إنك تسمع عشرات الأصوات الحادة ثم تجد لكل صوت بصمته وتسمع عشرات الأصوات الضخمة فتجد لكل نبرة منها تميزها في علم الأصوات هناك طبقات صوت ذكورية وأخرى أنثوية ويندرج تحتها كل صوت بشري تسمعه فطبقة باريتون مثلا تندرج تحتها مئات الأصوات الرجالية التي تعرفها وكثير من القراء مختلف الأصوات يمكنهم أن يندرجوا تحت هذه الطبقة قل مثل ذلك عن طبقة تينور وطبقة باس وغيرها ونحن لا نحتاج إلى تعمق في معرفة تفاصيل صوتية حتى نندهش من إبداع الله تعالى لأصوات البشر يكفيك أن تقارن بين نبراتك أنت ونبرة أي شخص آخر يعيش معك ثم تتساءل كيف اختلف الصوتان مع اتفاق كل أو غالبية التفاصيل المنتجة لهذا الصوت اسمع القارئ الشهير عبدالبغسط عبدالصمض وكيف يؤدي نبرة الجواب الحادة ويملأها بشجن يذيب القلوب وقارن بينها وبين ذات النبرة لدى القارئ شعيشع مع أنهما ينتميان لنفس الطبقة إن الأصوات في حناجرنا كألوان الحياة إذا استطعت أن تتخيل حياة خالية من الألوان ستستطيع أن تتخيل كلاما خاليا من التمييز النبري والخصوصية الصوتية نباح الديك وفي الريف هناك كلب ينبح اختار البديع له النباح دون غيره من الأصوات وديك يصيح علم الله أن صباحاتنا ستكون بشعة لو أن صوته نباح لا صياح وبلبل يغني على الفنن بصوته المسكون بالشجن وحصان يصهل وشات تثو وهرة تموء وذئب يعوي لو أن للحيوانات صوتا واحدا فكيف تهرب إن سمعت ذئبا من خلفك يعوي مدام أن الدجاجة والهرة والبلبل كلهم يعوون مثله نحن فقط لم ننتبه لمثل هذه الأهمية للأصوات وإلا فإن هذا الموضوع حاري بأن يطرد كل الهرطقات التي نظنها فكرا منضبطا يحاول أن يحاورنا عن هل الله موجود أم لا أفي الله شك هل ينبغي أن يخالج النفس شك في هذا الرب الذي لم يغفل عن هذه التفاصيل الغاية في الدقة فلم يكتفي بخلق هذا العالم المكتظ بالحيوانات بل واختص كل حنجرة من حناجر مخلوقاته بدرجة صوتية وطريقة أداء ومعنى تشعر به النفس لحظة سماع الصوت صوت إغلاق الباب ليس كصوت انكسار الكأس ليس كخطوات إنسان يسير ليس كتدفق ماء جدول لكل شيء صوت ولكل صوت معنى ولكل معنى عمق يجعل الحياة حياة وبدونه كانت ستبدو الحياة سجنا شعوريا متشابها حد الوحشة ومما أبدعه البديع سبحانه أن يرى الإنسان الصور والمشاهد أن يبصر ما حوله فلو لم يكن يرى لتعثرت حياته ولتوقفت عن سيرها كنت مرة أتحدث مع طلابي عن نعم التي لم نعد نشعر بها ثم هداني الله لأسلوب سهل لا يحتاج إلى كثير من الكلام وقد أدى مفعوله المؤثرة في قلوب الطلاب أقمت طالبا وعصبت على عينيه وأمرته بأمر سهل كأن يأخذ قلما من على الطاولة ثم يعطيه الطالب الفلاني استغرق دقائق وهو يتحسس فضاء الفصل ثم بعد ذلك طلبت منه أن يفتح العصابة فإذا هو بعيد جدا عن القلم وعن الطالب عاد لمكانه الأول وطلبت منه نفس الطلب دون أن أعصب على عينيه فنفذه في ثوان قليلة أتساءل كيف ستكون حياتنا صعبة لو خلقنا الله عميا كيف كنا سنتفاهم ونعرف بعضنا ونسير من مكان إلى آخر ونصنع وننتج ونطور ونعمر الحياة في مدينة ينبع البحر كنت خارجا من محل بيع جوالات وقبل أن أركب سيارتي رأيت رجلا ستينيا أعمى على طرف الرصيف يتحسس فضاء المكان بيده وكان الرصيف مرتفعا جدا بحيث أن سقوطه كان مضمونا إن استمر خطوة واحدة وصلت إليه في آخر لحظة وأمسكت به أركبته لأوصله إلى مقصده وعلمت أنه أكمه والأكمه هو من ولد وهو أعمى أي أنه لم ير شيئا في حياته سألته سؤالا كان يلح علي معناه من مدة طويلة كيف تعرف الألوان وأوصف البشر جمالهم وقبحهم؟ جوابه تشظى داخلي إنه لا يعلم شيئا محددا عن جمال الطبيعة ولا عن روعة البحر ولا عن صفاء السماء ولا عن إشراقة الصباح ولا عن معنى الألوان وسحرها الأخاذ سل نفسك كم مرة رأيت طفلا يلهو أو طائرا يحلق بجناحيه أو مسجدا شامخ البنيان أو سحابة ناصعة البياض ثم تأكد أن هناك من بلغ الستين والسبعين والثمانين ولم يرى هذه الأشياء مطلقة اللون رؤيتك للألوان ليس شيئا لابد منه ما دام أن لك عينين هناك مخلوقات لا ترى الألوان وكل الأشياء التي تراها أنت زاهية نابضة بالفرح هي تراها بدرجات رمادي دعني من هذه المخلوقات سأحدثك عن زميلي في العمل كنا نتحدث عن أوراق شجر صناعية خضراء متدلية من السقف وفي وسط الحديث سألني بملامح جادة ما لون هذه الأوراق نظرت إليه أبحث عن طيف ابتسامة فإذا بالجدية تعم ملامحه قلت خضراء ولك لماذا تسأل فقال أنا لا أراها خضراء أراها بنية قرنت بين حاجبي متعجبا فإذا به يوضح أنا مصاب بعمى ألوان بدأ يستطرد ويخبرني بأنه لا يعرف ما هو اللون الأخضر وكل شيء يقال إنه أخضر يراه بنية حتى إنه يحفظ إشارة المرور بالترتيب فإذا أضاء النور الأسفل أعلم أن الإشارة خضراء أذكر أني صدمت من كلامه ودخلت بعض المواقع والمقاطع عبر شبكة الإنترنت لأستجلي حقيقة هذا المرض الذي كنت أسمع عنه ولما أهتم قبل ذلك اليوم بمعرفة تفاصيل حياة المصاب به علمت أن هناك نظارة ابتكرت لتحويل الألوان التي يراها المصابون بهذا العمى إلى درجتها الطبيعية تأثرت كثيرا عندما عرض ذلك المقطع بعض المصابين وهم يرون الألوان لأول مرة كانوا كالأصنام وهم منبهرون بجمال الكون لأول مرة يرون الأشجار هذه التي نراها دائما على حقيقتها دع هذه التفاصيل وعد لسؤالي الأول ماذا كان سيحدث لو كانت الحياة بلا ألوان أو لو لم نكن نحن نميز الألوان أين سيختفي ذلك الفرح الذي نشعر به وهو يتسلل إلى أرواحنا مع رؤيتنا للأشياء التي باللون الأصفر حدثني عن الأشياء الزرقاء التي تشعرنا بالبهجة كيف ستؤدي مهمتها وقد سلبت اللون الأزرق اللون الأحمر الدافئ ماذا كان سيفعل في أرواحنا لو تحول إلى درجة رمادية معتمة انظر فيما حولك إن الكون علبة ألوان ضخمة ستغضو لا شيء إن فقدت هذه الميزة لن أحدثك عن الأشياء الضرورية التي ستتعطل بتعطل خاصية استشعار اللون فقط أريدك أن تركز على الأشياء الجميلة التي ستفقد جمالها بفقد الألوان ثم تتعجب لرب لم يردك أن تزاول الأشياء الجادة فقط بل أرادك أن ترى الأشياء جميلة بهيجة ذات ألق فريد ثم تساءل معي لماذا يصر الملاحدة على أنه غير موجود وكم من السعادة والاطمئنان فقدوا عندما خسروا شيئا اسمه حب الله والشوق إلى لقائه كأس وبعيدا عن الصوت والصورة يحضر الإبداع أيضا في المواد السائلة ولنأخذ مثالا واحدا فقط لو مزجت وبنسب متساوية حبرا أزرق اللون بحبر أصفر لنتج عنهما حبر أخضر ولو أخطأ مخطئ في التقدير فسأظن بأن الناتج حبر أسود أو بنفسجي ولكن لن يخطئ مخطئ فاقول سينتج عن ذين الحبرين عصير تفاح مثلا تعال معي الآن تخيل أن بين يديك إناء جلديا تملأه بمادتين فرث ودم ثم تحكم إغلاقه ثم تقول لمن حولك سأثقب ثقبا في هذا الجلد فتوقع ما الذي سيثعب عنه كل الموجودين سيكون جوابهم أن الناتج هو خليط من الدم والفرث وسيكون بلا شك داكن اللون منتنى رائحة سيء الطعم هذا هو المنطقي والمتوقع ولا يمكن لأكثر العقول تخيلا للغرائب أن تتوقع ضمن حدود طباعي الأشياء شيئا غير هذا الفيزياء ليس لديها قدرة على أكثر من هذا المنتج الجالب للغثيان لننتقل إلى خالق الفيزياء والكيمياء ونرى ماذا سيصنع سبحانه بهذا المزيج البديع سبحانه ينتج عن هذا الامتزاج ألذ شراب وأجمل لون وأعظم معجزة إنها معجزة اللبن الخالص السائغ يقول سبحانه في تصوير عجيب وتفصيل مذهل عن خلقه سبحانه للبن وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا سائغا للشاربين وهنا ستعلم أن معادلة الحبر الأزرق والحبر الأصفر الذين أنتجا عصير التفاح أقرب للممكن من معادلة الفرث والدم الذين أنتجا كأس اللبن اللذيذ وهنا لن تقاوم رغبتك الشديدة في أن تقول سبحان الخالق العظيم الشذاة ويحضر الإبداع في الرائحة لو وضعت بين يديك قنينة عطر ثم فتحتها وأخذتها لا تطيب تتضوع وتنشر شذاها ثم سألتك هذا المسك من أي ورد تظنه أو أي نبتة تتخيله لا أتيت إن كنت لا تعلم بعشرات الزهور والورود والنباتات إجابة عن سؤالي ولكن الشيء الذي لن تأتي به هو غدة منفصلة عن جسد حيوان ميت الكثير لا يعلمون أن المسك هذا الفتاة الذي يتضوع عطر مذهلا رائحة أنه ينتج عن غدة في بطن نوع من الغزلان يسمى غزال المسك إن الله تعالى يخلق مثل هذه الغرائب حتى يتيح للبشرية أن تقول سبحان الله وإلا فما الرابط بين الغزال وهذا العطر ولماذا يكون في بطون الذكور خاصة للإناث من هذه الفصيلة من الضباء ولماذا لم تك المهمة إنتاج هذه المادة إلى إحدى الزهور العبقة ذات الجمال الساحر ففي الوقت الذي يخلق الله الإنسان من الإنسان والحصان من الحصان والعصفور من العصفور تفاجئنا طريقة صادمة في الخلق طريقة تصرخ بنا أنه سبحانه على كل شيء قدير وأنه بديع السماوات والأرض العنبر دع قنينة المسك جانباً وتعال معي في نزهة إلى أعماق البحر حدق هناك في العمق الأبعد ألا ترى تلك المعركة الحامية؟ إنه حوت قادم بشراسة لياكل بقضنط واحدة عشرات الأسماك دون رحمة أو مبالاة لو سألتك الآن ما هو المخلوق الذي يمكن أن ينتج عن هذا الحوت الضخم الشرس؟ أو دعني أقول ما مواصفات ما يمكن أن ينتج عن هذه الضخامة والبطش؟ من المؤكد أن يكون شيئاً بغيضاً مخيفاً ولكن البديع سبحانه الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الجميل من القبيح ويخرج النعومة من الخشونة يخرج من هذا الحوت المليء بالرعب عطراً مليئاً بالجمال والروعة والجلال والهيبة اسمه عطر العنبر العنبر إن كنت لا تعرفه عطر فريد يحضر من مادة تخرج من جوف حوت العنبر بألوان متعددة ثم لنغصف العنبر نفسه لنرى مزيداً من الإبداع فهو في أصله بلورات بيضاء وعديمة رائحة هذه البلورات الدقيقة عديمة رائحة إذا ما تعرضت للأكسدة تنفصم إلى مادتين تمنحان العنبر عطراه الشذي فهنا رائحة تنتج من لا رائحة وشيء يصدر من ضده ومخلوق يخلق من عكسه فسبحان الذي أبدع الكون لؤلؤ وما دمنا في أعماق المحيط فلنستغل وقتنا بحثاً عن اللؤلؤ تلك البلورات الملساء البيضاء بالغة الجمال التي يكاد بياضها يضيء ويتلألأ وأنت بحاجة حتى تصل إلى فكرة أن تحاول ولو بشيء من التكلف أن تنسى شيئاً من المعلومات التي في رأسك إنساء كنت تعلم بالفعل مصدر اللؤلؤ ثم خبرني عن المخلوق الذي تراه مناسباً لتنتج عنه هذه اللؤلؤة الجميلة اقترح ما تشاء لعل من المناسب في نظرنا أن يكون مخلوقاً كروي الشكل ذا بريق ما وله صلابة معينة أو على الأقل أن يكون مخلوقاً جميلاً فحسب إن جمال اللؤلؤ يجعل المنطقة يميل إلى اختيار أن يكون مصدره جميلاً مثله أترى تلك المحارة بنية اللون ذات الشكل غير الجميل؟ افتحها أترى تلك الأغشية والشحميات غير الجميلة؟ ابحث بأصبعك بينها هل رأيتها؟ إنها تتلألأ إنها اللؤلؤة كيف اختارت هذه الجميلة الرائعة أن تستقر في بطن هذا الكائن الغريب؟ ونرجع من هذه اللؤلؤة إلى الوراء لنعلم كيف خلقها الله فهي في أصلها ذرة تراب أو ما شابه دخلت إلى بطن المحار فأخذت المحارة بإفراز مادة كلسية لتحيط هذا الدخيل على جسدها بسجن كلسي يمنعه من التأثير عليها هذا السجن يتصلب ويتبلور ويتحول إلى اللؤلؤ الذي تتزين به نحور النساء فانظر كيف أن البديع سبحانه حول ذلك السجن الكلسي البغيض إلى شيء يبهر القلوب جماله زحام الدهشة وفي خضم هذه الدهشة والخلق الفريد سيذهلك حجر كريم بالغ الجمال مبهر اللون إنه المرجان الذي تترصع به التيجان ويتوسط عقود الحسان ستعلم شيئا من إبداع الخالق إن علمت أنه نبات بحري لا علاقة له بالأحجار ولا المعادن وهذا الماء العذب الفرات الذي نشربه بهناء ونصنع به طعامنا بل ونطفئ به الحرائق المشتعلة ستتفاجأ إن علمت أنه مادة مؤلفة من عنصرين أحدهما مشتعل الهايدروجين والآخر مساعد في الاشتعال الأكسجين بل دعني أذهب بك بعيدا فهذا الصوت البشري الذي تذوب لتردداته القلوب وترفرف لترجعاته الأرواح إنما هو حركة أوتار اللحمية في آخر تجويف الفم فكيف نتج هذا الشيء الروحي الصرف عن ذلك الشيء المادي البحت بل إن كلامنا وخطبنا وقصائدنا ومحادثاتنا إنما تنتج عن الأحرف هذه الأحرف التي هي حركة اللسان داخل تجويف الفم اسرح بعينيك وتأمل بعقلك وانظر فيما حولك هناك أشياء كثيرة من غرائب الخلق وتباينات الإبداع كلها تشير إلى السماء قائلة بلسان حالها فوق السماوات العلاء رب يستحق العبادة وفي أنفسكم جسد الإنسان هو كون من المعجزات والغرائب وفي كل جزء منهما لا يمكن حصره من التفاصيل التي تقتضي حمدا كثيرا وقبل ذلك إيمانا عميقا بهذا الرب العظيم وقد لفت نظرنا ربنا سبحانه إلى ضرورة جعل هذا الجسد بأعضائه ووظائفها وجميل صنع الله فيها على طاولة التأمل والتفكر لنصل بها إلى يقين الله فقال عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون وقال في سياق آخر وتحدي غريب عجيب سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم فهو سبحانه يخاطب ذهنية باتت لديها الآية ذات إطار محدد وهو ما يحدث في سياق حجاجي بين نبي وقومه فيؤيده الله بخارق ومعجزة يؤمن بسببها من أراد الله له الإيمان كمعجزة شق البحر أو انشقاق القمر أو ناقة صالح إلى آخره هنا تحدث هذه الآية العجيبة ثورة على السائد وانقلابا على الثقافة العامة فهنا آيات ومعجزات وغرائب سترونها في أنفسكم إن الله من العظمة بحيث يستطيع أن ينقل مسرح المعجزات إلى داخلك ويجعلك أنت المعجزة الكونية المذهلة فلم تعود المجرة شيئا تراه أمامك بل شيئا تحسه داخلك وتشعر به في نبضك فمعجزة وجودك ليست بأقل من معجزة شق البحر ومعجزة الدم الذي يجري في عروقك ليست بأعجب من معجزة انشقاق القمر الشمس ماذا كان سيحدث لو لم تكن هناك شمس القرآن الكريم يضيء هذا التساؤل ليبدأ الإنسان بصياغة أسئلة مشابهة حتى يصل إلى ذروة التفكر يقول سبحانه قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون أذكر أني قرأت قديما في كتاب يسمه الشتاء النووي يتحدث عن المآسي التي ستحصل لو وقعت حرب نووية بين المعسكرين الشرقي والغربي وكيف أن السخام والقطر الذي سيتبلد في السماء لسنوات ويمنع الشمس من أن تتسلل أشيعتها لكوننا سيتسبب في مآس لا حصر لها هنا تخيل معي تخيل معي أن الذي يمنع أشعة الشمس أن تصل إليك ليس سخاما وغيوما عظيمة كلا بل لأن الشمس بنفسها غير موجودة ما الذي سيحدث؟ سيظلم الكون تماما فنور الشمس الذي يضيء حياتنا لا وجود له ونور الشمس الذي تعكسه الأقمار والنجوم ليلا لا وجود له أيضا إذن مصباح الكون سينطفئ تماما ستقول لا بأس سيصنع الإنسان المصباح الكهربائي كما فعل أديسون قبل أن أجيبك سأسألك ماذا ستصنع البشرية إذا عاشت في الظلمات قبل أن يخلق الله أديسون ثم خبرني كيف سيصنع الإنسان سراجا يكون بدائيا وهو لا يرى الأشياء من حوله ليدرك أن هذا هو الزجاج وذاك الحديد وهذه فتيلة وهذا زيت كيف سيعرف الإنسان أن هناك شيئا اسمه حديد أو زجاج أو قطن وغير ذلك ولم يره أصل هل حسة اللمس كفيلة بأن تجعله يغامر ويسافر في ظلمات عمياء يسير عبر المجاهل والجبال والبحار بحثا عن هذا الحديد وذاك الزجاج ليصنع سراجا ثم لنفترض أنه أوجد بديلا ينتج له الضوء كيف سيأكل؟ جميع النباتات تعيش على ضوء الشمس ويعتبر الضوء مكونا رئيسا لغذائها فكيف ستنبت الأرض الطماطم والبصل والقمح والشعير والتفاح والبرتقال؟ هل تعتقد أنه سيكتفي بالثروة الحيوانية؟ النبات هو غذاء الحيوانات الأهم فكيف سيعيش الغنم والبقر والإبل وغيرها من الحيوانات بلا نبات؟ ثم بعد ذلك تخيل معي درجة حرارة الكون إنها تحت الصفر بمئات الدرجات إذ إن مصدر حرارة الكون هو الشمس وبدون الشمس سيعيش العالم في شتاء قارص تتجمد معه البحار والمحيطات والأنهار بلا مبالغة سيغض الكون ثلاجة هائلة الحجم هل فكرت في صباح من صباحات حياتك وأنت ترى هذه الشمس العظيمة تطلع بكل هدوء وبلا ضجة دون أن تطلب منك ريالا واحدا كأجرة لهذه المنافع ودون أن يكون هناك رسوم مخفضة للاستمتاع بمزاياها العظيمة هل فكرت أن تحمد بديع السماوات والأرض؟ من الصعب تخيل وجود حياة ما بلا أكسجن فإن كانت الحياة بلا شمس مستحيلة البقاء فإنها بلا أكسجن مستحيلة الوجود أصلا خلايا جسد الإنسان تحتاج الأكسجن لتتخلق وطاقة الإنسان وتحول الدهون والسكريات في جسده إلى سعرات حرارية تعطيه الطاقة والحيوية تحتاج إلى أكسجن والتنفس الذي بدونه تنتهي حياة الفرض في أقل من دقيقة اعتماده على الأكسجن بل إن الماء الذي هو المكون رقم واحد للحياة بجميع أشكالها عبارة عن ذرة أكسجن وذرتين هيدروجين ولك أن تتساءل الآن ما هي المخلوقات التي سبقت الأكسجن والشمس والسمع والبصر واللون والعطر وغير ذلك فقيست هذه المخلوقات عليها وطورت من خلالها هنا تدرك معنى البديع وأنه أتقن وأبدع كل شيء خلقه وأن مكثك طوال حياتك ساجدا له لن يؤدي شكر نعمة واحدة من نعمه التي أبدعها ووهبها لك دون أن تسأله إياها بل دون أن تدرك مدى حاجتك لها الخاتمة الخاتمة وبعد هذه الجولة مع هذه الأسماء الحسنى والصفات العلا مع هذا الجلال والكمال والكبرياء والعظمة والتي حاولت أن أكون فيها قريبا من روح القارئ العادي متوسط الثقافة الذي لا يميل إلى التوغل في القضايا العلمية البحثة بل هو يميل إلى اللغة الأدبية وإلى القصة المؤثرة وإلى الموعظة الهادئة بعد هذه الجولة أرفع كفي داعيا الله تعالى أن أكون قد وفقت لتعريف القارئ بشيء من ظلال هذه الأسماء وأن أكون قد حركت معانيها في القلوب واستطعت أن أصور شيئا من عظمتها وجلالها وكمالها بقلم الكسير وعلم القليل اللهم إني أستغفرك أن أكتب عنك وقد علمت بحالي فتجاوز عني واجعل نيتي خالصة لك واجعل عملي مما يرضيك عني وتقبله بقبول حسن وأسعدني به يوم ألقاك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين